صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفوني على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائيل المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا مصطفى صباح الفل عليك يا باسانت وصباح الفل أحراكم كلكم جمعة مباركة إن شاء الله النهاردة الويك اند أو آخر الأسبوع يوم الجمعة هو اليوم بالنسبة لناس كتير جدا لقطاع كبير جدا من المصريين هو يوم الراحة هو يوم الأجازة اليوم ده فيه ناس كتير جدا بتحب تريح نفسها بتحب تبدع اليوم ده بالنسبة لناس كتير للناس اللي بتعمل الدايت مثلا على سبيل المثال هو اليوم الفري اليوم اللي ممكن يكلوا فيه براحتهم اليوم ده أيضا بالنسبة لناس كتير جدا بيحبوا يخشوا في المطبخ ويبدعوا بأكلات جديدة المصريين بشكل عام متميزين بأنهم دايما ليهم السابق في أنهم ليهم تتش كده في كل ما له علاقة بالطبخ يعني إحنا مثلا اللي أكلنا البطيخ مع الجبنة البيضة إحنا اللي أكلنا الفطير مع العسل وحطينا برضو الفطير مع الجبنة فعندنا دايما كده إيه شخصية معينة حضرتك بتعمل إيه في يوم الجمعة لو ليك أنت مثلا في قصة الطبخ يعني إحنا كرجال على سبيل المثال ساعات ده نهتم مثلا بالوجبات اللي زي الفطار العصائر السلطات الحاجات زي ما بيقولوا الحاجات اللايت يعني بنخش نعمل حاجات برضو بسيطة مثلا رزة مثلا صنية فراخ بالبطاطس الحاجات السهلة دي سهلة وبسيطة؟ بالنسبة لأنا سهلة لو أنت يعني إليك في الطبخ أو بتحب الطبخ إيه هي الأكلة اللي تحب تعملها يوم أجازتك؟ إيه هي الأكلة اللي أنت يا بسانت بتحب تعمليها يوم الجمعة أو يوم أجازتك؟ زي ما أنت قلت أن يوم الجمعة عمتا بيعتبر يوم أجازة أو ده آخر الأسبوع نهاية الأسبوع عند قطاع كبير قوي من المصريين وإحنا كده بنحب نريح بنحب أن النهارده يبقى يوم فري زي ما أنت قلت فري بقى من الطبخ من الأسخار يعني حتى لو بتحب المطبخ هو اللي بيجي من وراء الأكل نفسه هو ده بقى المشكلة الموعين والحاجات دي كلها ويمكن أي ست بتقف في المطبخ طول الأسبوع عرفة موضوع تلك بيبقى مهلك جسديا فتسيجي يوم الجمعة عايزة بقى تريح أو لأضع في الإيمان هتعمل الأكلة اللي هي الخفيفة البسيطة اللي البيت كله بيبقى بيحبها في نفس الوقت هي ما تبقاش إيه تعبانة فيها قوي أنا عن نفسي بحب شوية لو دخلت المطبخ في يوم الجمعة بالذات أن أنا ساعة ببقى بروح الشغل أبقى أعمل حاجات لأيه مثلا مكارونا بالصص الأبيض أو بطط محمرة جنبها أي حاجة حاجات سهلة وبسيطة أنت تحب المكارونا من زمان أنا ممكن أقولها كل شواء يعني بجد صبحي لأي حاجة بالذات كمان أن يوم الجمعة بيتسم بفطار لأن الجمعة بالذات هو الناس كلها بتفطر بتسحى صبحي تفطر العيلة كلها تعد مع بعض يمكن ده اليوم اللي بنتجمع فيه من كل أيام الأسبوع بقى الفطار دايما بعد صلات الجمعة بقى تقيل لا هو دلوقتي قبل صلات الجمعة لأن الصالة بقيت ساعة واحدة فبقى الواحد دلوقتي يسحى الساعة عشرة بالكتير إن الناين بقى براحتك حداشر بالكتير تسحى تعمل الوجبات لألفول والتعمية ومشافة تبقى أنت فطرت كويس قوي جاي على الغدى بقى مش قادر أن أنت تبقى عامل أكل أكل فبتدخل المطبخ وتعمل حاجات بسيطة البيت كل يكون مبسوط بيها وبيحبها ويا بقى لو أنت دخل المطبخ كده وعارفة أن النهاردة مثلا الولاد مش عايزين يأكلوا أو النهاردة مثلا فيه أكل عند جدتهم أو الحاجات دي بتبقى أحلى حاجة بتبقى الدخلة كده تعمل حاجات بسيطة جدا جبنة وبطيخ زي ما أنت قلت بالذات أن خلاص البطيخ ابتدى يطلع تاني والحاجات الحلوة دي ويمكن ده السماية اللطيفة قوي اللي بيتسم بيها يوم الجمعة أو أجازة آخر الأسبوع مثلا أنه الواحد بيبقى خلاص مش عايزة يعمل أي حاجة مريح الحاجات دي كلها أنت بقى بتحب تعمل إيه يوم الجمعة وبتحب تاكل إيه يعني لو أنت أنا عارفة أنت ليك في المطبخ وتحب المطبخ بتحب تدخل تعمل إيه لولادك وفي نفس الوقت أنت كمان بصي أنا أقول لك حاجة أنا مفتون بالمطبخ السوري بجد حقيقي يعني أنا بحبهم جدا وهما عملوا لنا أضافة كبيرة هما فرق بينهم عشان ممكن أنا مش عارفة كويس فرق بينهم كبير وبين المطبخ اللبناني طبعا فرق كبير فرق كبير جدا جدا هما يعني بعتقدهم أخف على البطن أريح يعني مثلا هما عندهم اللبنة دي حاجة موجودة بشكل دائم عندهم الزعتر عندهم زيت الزتون الزعتر وزيت الزتون أنا رحب أعمله جدا حاجة بسيطة وصغيرة ووسيطة جدا دي بجبنة مثلا لا لا زعتر وزيت زتون الزعتر اللي وحده ده وتحط عليه زيت زتون بالعيش آه بالعيش نقبة كميلة جدا حقيقي يعني بجيب اللبنة وبضربها في الخلاط مع جبن قريش بتعمل قوام كده طعمه حلو جدا البروتين عالي جدا خفيفة جدا على المعدة برضو ممكن تحط عليها زيت زتون ممكن تحط عليها أعشاب ممكن تحط عليها زعتر حاجات كتير عموما السوريين ممكن تتغذى بيها لا تغذى لأ الكلام ده نتكلم عن الفطار طبعا فطار حاجات بسيطة خالص يعني نقانق زي ما بيقول يعني هم مدرسة تانية شكل تاني خالص من الأشكال اللي احنا متعودين عليها كمصريين ان احنا مثلا ايه بناكل الصبح فول طعمية بطاطس بتنجان طبعا علشان كده كل المصريين الله مصريين كلهم عندهم زي ما بيقولوا كده ايه اه اطباق او خبراء التغذية عندهم كرش وهمي كل ده القولون منتفخ حقيقي بتكلم بجد لكن انت لو ريحته يعني حتى يا سيدي كل ثلاث يام فول والثلاث يام التانيين خلي الحاجات البسيطة لا يعني مش كل ناس عندها رفاهية الوقت بتاعي ان انا اصحى الصبح ده اعمل الفطار ده وافطاره لا خالص يعني ايه بني بقى يوم واحد في الأسبوع نهاية الأسبوع بيبقى الواحد ايه هو ده اليوم اللي جمعنا فيه كلنا على الصفرة وكلنا فيه كعيلة فبقى ده اليوم اللي احنا ايه بنعمل فيه الأكل ده لكن برضو زي ما انت قلت انه فيه واجبات ممكن فعلا تبقى خف على المعدة من فكرة الفول برضو مفيدة على فكرة يعني لو احنا بنكله على فترات متقطعة في الأسبوع من اليرقش ربس اهم حات اه بيبقى مفيد جدا جدا فكرة الجبنة القريش دي مفيدة جدا في نفس الوقت هي دايت فعلا ده لو بنتكلم يعني على الفطار لكن احنا بنتكلم على الأكلة بقى اللي انت بتحب تعملها سيبك من دايت او احنا اننا مش بنتكلم عن الصحة احنا بنتكلم عن الأكلة اللي انت احب اعمل ايه احب اعمل صنية فراخ بالبطاطس ام الله تترز بشعرية كده ياس على حاجة بسيطة وخفيفة على المعدة وفي نفس الوقت يعني من الحاجات اللي بحبها جدا وعايز اقولك القاعدة الزهبية فيه قطاع كبير جدا المصريين مؤمن ان الفطار ده اهم واجبة لانه هو طبعا بينزل يشتغل الصبحي فهو بالنسبة له الفطار ده اهم واجبة قاعدة الزهبية عنده خبارات الغذية يقول لك افطر كالملوك تغدى كالأمراء اتعشى كالفقراء وجبة المهمة الأساسية الأفضل أنك تكلها بكامل تقطها هي الفطار الغدى أقلل شوية والعاشا خد حاجات بسيطة طبعا في ناس بتقلب الناية بيفضل أنه مبقاش في عاشا أصلا الزبط كده زبادي موزة حاجات بسيطة خالص طبعا دعا على اعتبار أن بطنك مليانة طول اليوم أو أن انت بتصحى بدر الناس بقى اللي بتصحى من تأخر وتقلب بيومها والتاع دي المشكلة أن هم عمرهم ما يحرفوا يزبوتوا الدنيا احنا بقى في صباح الخير يا مصر عندنا الميزة دي بصراحة ايوه دا حقي ونصحى بدر على كل حال دا سؤالنا اللي موجودة على صفحتنا على فيسبوك لو ليك في المطبخ الأكلة اللي بتحب تعملها يوم الأجازة احنا يمكن أنا ومصطفى عندنا إجابات مختلفة وأكيد حضراتكم عندكم إجابات مختلفة تشاركونا بيها ونستعرضها في خلال الحلقة النهار دا وهنشوف الأكلات اللي حضراتكم بتحبوها أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبح الحضرات صباح الفول عليكم مرة تانية خلينا برضو نصبح على زملاتنا هالا الحملاوي ونروح نتعرف منها على أخر أخبار التقص في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات صباح الخير يا هالا صباح الخير عليك يا هالا صباح الخير يا فسانت صباح الخير يا مصطفى يعني خلينا نسألك سؤال الحلقة لو أنت ليكي في المطبخ إيه الأكلة اللي أنت تحب تعمليها بصراحة لأني مليش في المطبخ صراحة بصراحة بس أنا في أكلة بحب أعملها اسمها بطاطس بالكريم فراش أو بطاطس بالكريمة اللباني حال وكده أحط طبقات بطاطس فوقها طبقات جبنة كريمة الجراتاع يعني أيوة أيوة ودخل الفرن هم دي خطيرة دي دي ماي فيفورت دي طعمة حلوة أحب أعملها يوم الأجازة يعني بس يوم الأجازة بصراحة لو كسلت لو لقيت نفسي يعني مكسلة ديليفري وقا خلاص أو نختري حاجة جديدة يعني كنت لسه بقوله مصطفى عيش ونحط عليه جبنة وطماطم وفلفل وزاتون وندخلوا المايكرويف عندنا فيتزا مثلا أيوة دي حلوة دي كلمين عن اختراعاتك اللي قلتها يعني دي شوية اختراعات كده آه ممكن أبعمل دوت بقى تزاود معها فيلفل أخضر تحطت بسطرمة كده يعني الله أعني طب تمنينينا بقى هل عن أخبار التقس إيه النهاردة هيكون نمص بص على التقس كده النهاردة يا بسانت نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة في إنخفاض طفيف درجات الحرارة التقس هيكون مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري فيه فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء فيه كمان نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29 أهلا درجة حرارة هتكون في أسوان وهي 39 وأقل درجة حرارة في العالمين وهي 22 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية أهلا بحضراتكم من جديد وخلونا نبتدي مع حضراتكم بأبرز الأخبار اللي حصلت أمبارح ومنها اجتماع سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين كمان متابعة سيادته للجهود الخاصة بتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية عندنا خبر تاني يهم مش قطاع كبير من المصريين يهم العالم كله بارح دكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع أعمال تطوير المنطقة وكافة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وقال إن أعمال التطوير بتتم على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير اللي حيكون افتتاحه محطة أنظر العالم كله خلال الفترة القادمة أخبار كتير تصدرت لاهتمامات بارح أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وجه سيتو بتحقيق الاستفادة المسلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التبع لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز استمرارية نجاح المبادرات الرئاسية المختلفة وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين إمبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة الجهود الجرية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية خاصة من خام التانتالوم اللي بتتواجد احتياطات منه في مصر وبيعد أحد العناصر النفيسة والنادرة اللي بتستخدم في العديد من الصناعات المتطورة زي مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة عدد من مشروعات قطاع السياحة وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المتعلقة بمستجدات صناعة السياحة بصفة عامة وأيضاً حركة السياحة الوفدة خلال العام الحالي بالإضافة للموقف التنفيذ الحالي للاستراتيجية الوطنية للسياحة وغيرها من الموضوعات الأخرى إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وقال مدبولي إن فيه اهتمام من الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير إلا هيكون افتتاحه محطة أنزار العالم خلال الفترة المقبلة إمبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب وده بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة إمبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها وكمان تفقد الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة بعدها توجه رئيس الوزراء لتفقد منطقة مجمع المطاعم ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات إمبارح أكدت الحكومة أنه لصحة للشائعات التي ترددت حول تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيه للعام المالي المقبل 2023-2024 وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوزارة بتعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير لمارس من كل عام وهو داًا اللي حصل فعلاً عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أما في أخبار المحافظات مبارح فكان فيه اهتمام بأعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية في مدينة أهناسيا في محافظة بني سويف أيضاً تم الانتهاء من أعمال تطوير والرصف لمحور رود اسكندر في محافظة الإسماعيلية كمان مبارح في المحافظات يا مصطفى تم الإعلان عن رافع قدرات المحاولات الكهربائية في كفر الشيخ بتكلفة بتصل ل 2.841.000 جنيه كمان تم فحص 20.548 طالب ضمن مبدرة الكشفة عن أمراض سوء التغذية في محافظة المينيا ومعنا أخبار تانية كتير من محافظات تانية في السياق التقرير اللي جاي هنعرفها مع بعض الأخبار اللي حصلت انبرح في المحافظات تناولت موضوعات كتير بتهم أهلنا في المحافظات البداية من بني سويف اللي شاهدت تطوير وتوسعت ورصف أكتر من عشر شوارع بمدينة أهناسيا بجانب تركيب وترميم البولدرات والإنترلوك ورفع كفاءة تلك الطرق بما يضمن استيعاب الكثفات المرورية داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدس والزحام وتوفير السلامة المرورية للمرة في كفر الشيخ شاهدت المحافظة العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحاولات الكهربائية بتكلفة 2.841.000 جنيه في الغربية تم تنفيذ عملية حقن قناطر دهتورة ورياح العباسي بمليون زريعة سمك من البولتي والمبروكة المصنفة ضمن الأسماك النيلية بسبب كثرة التكاثر بأنواعها وده في إطار التوجيهات الرئاسية بزيادة الفروة السمكية بنهر النيل وفروعه بهدف زيادة العرض وتوفير الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر السمك بالسوق في البحيرة قامت مديرية الصحة خلال شهر إبريل اللي فات بإجراء 555 عملية جراحية في تخصصات مختلفة وضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار المرضى في الدأهلية تم تدشين أعمال المكتبة المتنقلة المهدى من صندوق دعم مكتبات مصر العامة لمكتبة مصر العامة بالمنصورة لتجوب كل قرى المحافظة مع تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى حياة كريمة في شمال سينا تم الإعلان عن عودة أطقم النيابة للعمل بالمحافظة من خلال مقرها بالعريش وتلقت المحافظة قرار وزير العدل بعودة كامل أطقم العمل بالنيابة بداية من الشهر المقبل تسهيلاً على المواطنين في المينيا وصلت مديرية الصحة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس حفاظاً على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم وتم فحص 20.548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية خلال شهر إبريل اللي فات بالتنسيق مع التأمين الصحي ومدرية التربية والتعليم فأسوان تم توريد 81.941 طن من الأمح المحلي بنسبة 43% من إجمال المستهدف توريده 191 ألف طن من محصول الأمح بالصوامع والشوان والمناكر والهناجر سواء التبع لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابدة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة في الإسماعيلية انتهت مدرية الطرق والنقل من مشروع أعمال تطوير ورصف محور رود إسكندر بمركز ومدينة أبو سوير ووصلوا بمحور 30 يونيو بالإضافة للانتهاء من رصف عدد من الشوارع بنطاق المدينة في جنوب سينة طرحت مدرية الزراعة كمية من أسماك البولتي للمواطنين بأسعار مخفضة لدعم محدود الدخل على مستوى المحافظة وبدأت الإدارة الزراعية بمدينة نويبع في الحصاد الجزئي بالمزرعة السماكية اللي بتعمل بنظام الاستزراع المكثف وبتضم 10 أحوات سماكية بطاقة إنتاجية مبدئية 1.5 طن من أسماك البولتي لو ليك في الأكل إيه الأكلة اللي بتحب تعملها يوم الأجازة ده سؤالنا اللي سألناها حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك وخلونا نستعرض مع بعض كده بعض من إجابتكم ونشوف تفاعلاتكم معنا على السؤال ونبتدي بأستاذ محمود زهران اللي قال صباح الخيرات على مصر وأهل مصر أحلى أكلة بحبها الشطيطة وهي عبارة عن فلفل أخضر حامي وتوم وتماطم وحبت زيت وشطة حمراء وكل ودعيلي ده كله هاتمة طوفية أنا أول مرة أسمع من الأكلة دي بصراحة يا أستاذ محمود لكن شكلاك ده إيه حرائقة للناس اللي بتحب الحاجات الحرائقة تمام هيحبوها جداً فيه ناس بتحب الحاجات دي فيه ناس بتحب الحاجات دي وهي عموماً هي لها فوائد بس طبعاً على اللونجران أو على المادة الطويل لها أضرار برضو طوف فان لصفحتنا عادل البنة بيقول طبق الفول بالصلصة والفلفل اللاخضر والتوم وجنبهم طبق الجبنة الأديمة بالطماطم والخيار وبألف هانة لللياكل الله عليك أستاذ هشام مسعود بيقول المحشي والبط في الغداء طب أنا بقى عايز أسألك سؤال يا أستاذ هشام أنت بتعرف تعمل الأكل ده ولا مدام هي اللي بتعمله نعرف بس كده النظام علي العميري وهو برضو طوف فان لصفحتنا بيقول جبنة بطماطم بالفلفل الأخضر والشطة دي حاجة كتير علي وبتعب قوي في تحضرها جمعة مباركة عليكم وتحية مصر شكراً لك يا أستاذ علي أستاذ أمني بدوي بدوي يعني صاحبتي بقى خلاص بقينها نوعية بتقول المكرون عموماً بأي نوع أنا بعشقها بكل الوصفات اللي في الدنيا أسهل أسهل واجبة يعني ما فيش أسهل منها محمد صفوة الكشكي بيقول بما أنه كشكي يعني مش عارف بيقول كشك بالطماطم جميل ودي أكلة على متها من جديد الله يرحمها الكشكي طبعاً حاجة معروفة جداً 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 عند قطاع كبير من المصريين ويمكن هو إيه يعني اندصر شوي إن حتى ما تلاقيهوش بيتباع مثلاً كواجبة إيه ده بس لأ فيه فيه؟ آه طبعاً في حد ببيع الكشكي طبعاً يعني بس فيه مطاعم بيتبيع كشكي كشكي السجاير ولا فيه؟ لا لا في كشكي عادي بتاعت تاكله بس فيه لا وفيه أمهات بيعملوا وجبة لا بس ما بيتباعش يا فسامت لا بجد بيتباع طبعاً بتخلينا نشوف أقولك فين دلوقتي شمس النهار بتقول الأكلة اللي بحب أعملها في يوم الأجازة المحشي بأنواعه المكرونة بش ماله ممكن الكشري المصري فعلاً الكشري حاجة من ضمن الحاجات الأساسية في الأجازة على فكرة بقى يعني يوم الأجازة لو تفتكر كده زمان كنا نحنا ممكن نقعد ناكل كشري برضو يوم الأجازة من الواجبات برضو الحلوة قوي قوي الكشري عموماً مش وقت حقها على فكرة طبعاً 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 والكشري كمان ليه أكتر من طريقة المصريين احنا عارفين الطريقة اللي حانح عارفينها كلنا بتاعة الكشري لكن فيه اللي هو الكشري عدسة وجبة تقريباً بيقولوا حاجة كده اللي هو بقى مرز و عدسة وجنبيه بيض برضو من الحاجات اللي موجودة عندنا وائل حجار بيقول أنا المهندس وائل السيد من اسكندرية أنا من عشاء المطبق الأكل اللي بحب أعملها في الأجازة طبق الفول بكل إبداعاته سواء بالصلصة أو بالصدق أو بالطحينة أو بالبيض الحمد لله أنا بارع في كل الاختراعات من لزول طبق الفول حلو بقى أنه هو بيعرف يعمله ده كويس يعني أستاذ محي الدين صبري بيقول الفسيخ لأن كل الأكل بينزل معدتي إلا الفسيخ بينزل في قلبي ميدو محمد ميدو الحمد لله ما ليش في المطبق غير كوباية الشاي ولو ما فيش حد في البيت ممكن يسخر الأكل بس المطبق لا أنا عجبني أن الناس متفاعلة معنا اللي بيعرفوا يعملوه يعني مش اللي هم بيخلوا حد يعمله لهم ماما أو ميراتي أو كذا أو كذا لا اللي أنا بعرف أعمله وأنا بتفاعل به وبقول هو ده اللي أنا بحبه اعترافات اه أستاذ وليد أبو النجا بيقول الفول بالطماطم طحفة حقيقي أنا بحب أقول الفول بالطماطم طحفة شعبان بيقول بمناسبة إن إسكندراني بحب أكل السمك والجنبري والصبت يوم الأجازة طبعا مع رز صيادية وصلطة بابا غنوك أحسنت يا أستاذ أيام أستاذة ياسمين مطر بتقول بيت المرأة المطبخ أكتر أكلة بحبها هي المحشي خصوصا أن الأيام دي محشي ورق عنب مش كل الستات تحب المطبخ يعني مش شازم يا أستاذة ياسميني بقى طبعا إنما الستات اللي بتحب المطبخ هو فعلا بتعرف تتعايش وتقضي وقت كبير فيه حسين إسماعيل بيقول سواحكم ورد أنا باعرف أعمل حواوشي طبعا احنا عارفين الحواوشي برضو مدارس يعني المدارس قاهرة بيعملوه في الرغيف البلدي بس في اسكندرية بيحطوه في العجينة بيطلع زي البيتزا في كل برضو مكان ليه طعم وللون أستاذ محمود أبو فرج بيقول طبق الفول بالسلسة الفلفل الأخضر والطوم جنبهم طبق الجبنة الأديمة بالطماطم والخيار وبألفة هانا للياكل واضح إن الفلفل الأخضر بالطوم ده حاجة احنا عدت علينا ما نعرفه فيه ناس بتحب الحاجات دي كتير بس واجبات لذيذة برضو وخلي بالك هي برضو الحاجات اللي هي الحمية دي بتطهر الأمعاء وبتطهر المعدة جدا ولو عندك أي نزلات معوية هي بتخسل على طول بس طبعا برضو بنقول ما يعني أطباقة وخبراء التغذية ما بينصحوا أن أنت إيه بتكلهاش بشكل يعني دائم لأن هي بتأثر على جدار المعدة وبتأثر على الهضم بشكل عام لكن هي طبعا لها فوائد وخلي بالك بتخسس على المدى الطويل برضو بتخسس الحدد لا الأكل ده لو يعني لو استمر لي أسبوع كده بيأكله كامل هيخص جدا كثيرا ده حقيقي جدا على كل حال ده كم سؤالنا اللي موجود على صفحيتنا ولسه هنكمل إجابات حضراتكم في خلال الحلقة النهاردة معنا لغاية الساعة عشر صبح فهنكمل استعراض إجاباتكم نروح لفاصل يلا بينا نروح لفاصل نرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخرية مصر نصبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة الطاقس هيكون مائل البرودة صباحا مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل الدفء على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وشمال السعيد وشديد الحرارة على جنوب البلاد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان فيه فرص أمطار خفيفة على مدئلة متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء فيه كمان نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وخلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غانم قضو المركز الآلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضرتك أستاذ أهلا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فعن أهلا بحضرتك تم منينا أخبار الجو إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار النهاردة أمطار خفيفة احنا طبعا اليوم هنتأثر بكتل هوائية شمالية هتكون أقل درجات حرارة طبعا من الكتل هوائية اللي أثرت علينا بالأمس لأن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مقوية وكان فيه زروة ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الكتل الهوائية الشمالية دي هتكون أقل درجات حرارة ومتوقع أن درجات الحرارة تنخافض عنها أمس بحوالي 4 درجات لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مقوية خلال فترة النهار بالإضافة كمان هيكون فيه منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر الصحب المنخفضة والمتوسطة وهتحجب جزء من أشعة الشمس فترة النهار فهتساعد على إحساسنا بالأجواء الرابعية وهنحس بفترة النهار بالأجواء المائلة للحرارة الرابعية على القهر الكبرى ومحافظات الوكه البحري ومحافظات شمال السعيد نقدر نقول كمان أجواء مائلة للدفع على بعض المناطق أو دفع من سواحنة الشمالية أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب السعيد ده هيكون فترة النهار فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تبدأ دربات الحرارة تنخفض ويتكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز العشر درجات أجواء فترة الليل هتكون أجواء مائلة للبرود أو خاصة في المحافظات الموجودة في شمال البلاد معتدلة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد بالإضافة كمان إنه هيكون اليوم معانا نشاط لرياح في كافة محافظات الجمهورية نشاط لرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بين خفاض درجات الحرارة والأجواء الرابعية خاصة فترات الليل وفترة الليل المتأخر كمان اليوم هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أو شتاء يومية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا طبعا بمسوق والأسكندرية شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقاهلية كمان السواحل الشمالية الشرقية دميات برسعيد رفح العريش كل المناطق دي معرضة للفرص للأمطار على فترات متقطعة من اليوم ممكن لاحظها في أماكن والأماكن الأخرى متوقع غدا استمرار درجات الحرارة حول المعبدلات وتكون 29 درجة ماءوية بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال فترة النهار وتكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات دي المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتدريجيا بعد يوم السبت تبدأ درجات الحرارة تتاجه مرة أخرى للارتفاع وتتجاوز 30 درجة ماءوية بالنسبة للقاهرة الكبرى سنقدر نقول كده أن درجات الحرارة فترة النهار خلاص بدأت تتاجه نحو الارتفاع يعني احنا بدأت تتاجه 20 ديات اللي درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع القادم أو خلال هذه الأيام وهنسجل بعد كده فوق 30 درجة ماءوية فبنأكد على كل استادة المواطنين بلاشة ده الملابس الصيفية بالشكل كامل خلال فترات الليل وخاصة فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر لأنه لسه فيه برودة في الأوقات دي لكن فترات النهار نقدر نرتدي أي نوعات ملابس نقدر نرتديها بالإضافة كمان القيادة تكون بهدوء تان فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائلة أكيد ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تعالوا بقى دلوقتي مع بعض انتابع درجات الحرارة المتوقع النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمة 29 وصغرى 18 نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 29 و18 في الإسكندرية 23 و17 والعالمين الجديدة 22 و16 مطروح 24 و15 ودميات 25 و18 بورسعيد 24 و18 والإسماعيلية 30 و19 أما في السويس درجة الحرارة العظمة هي 29 وصغرى 19 والعريش 25 و17 في كاترين 26 و10 وفي طوبة 31 و18 حلايب 32 و20 وشلاتين 33 و22 شرم الشيخ 34 و22 والغردقة 34 و21 في الفيوم العظمة 33 وصغرى 19 أما في بني سويف 32 و18 الوادي الجديد 35 و21 وأسيوت 32 و18 سوهاج العظمة فيها 33 وصغرى 21 أما في قنى 38 و22 الأقصر 38 و22 وأسوان 39 و22 وكذا خلصت نشرتنا الجوية وهنا أرجع تاني لبسانتو مصطفى ومتابعة أهم الأخبار والأحداث النهاردة عودة لك وتاني بسانتو مصطفى شكرا لك يا هلا شكرا يا هلا دلوقتي جمعاتنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي حتحصل النهاردة وأيضا متابعة لماتش مهم جدا حيكون ما بين فريق الأهلي المصري وما بين فريق الترجية التونسي وده في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة الحديث عن أسماء الله الحسنة وأثر فهمها وبركتها في حياتنا بجميع المساجد على مستوى الجمهورية وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة الموحدة وقال لا يتجاوز مدة الخطبة ربع ساعة النهاردة هيتم قطع المياه عن عدد من المناطق الرئيسية بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعت وده في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 ملي متر المار داخل منطقة الأمن المركزي مع القواعد الإنشائية للمونوريل وده هيتطلب تغيير مسار الخط والمناطق اللي هتتأثر بانقطاع المياه هي أبو رواش بني مجدول كرداسة الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 وهتكون من الساعة 10 بالليل لحد بكرة الساعة 6 الصبح النهاردة هتنطلق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم بملاعب الهوكي باستاذ القاهرة الدولي ومن المقرر أن تقام النهاردة منافسات عموم الرجال والسيدات 70 متر ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشبات 70 متر ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات 60 متر بالإضافة للمنافسات تحت 16 سنة بنين وبنات 50 متر النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هيلتقي الأهلي مع التراج التونسي لساعة 10 بالليل قرية حياة كريمة في الفيوم بيتم فيها تنفيذ مشروعات لشبكات الصرف الصحي ووصلت معدلات التنفيذ لحد دلوقتي بنتكلم في 95% في حوالي 16 قرية في مركز إطسا ومركز يوسف الصديق دلوقتي أيضا بيتم تكثيف الأعمال في المشروعات دي علشان تبدأ تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن وعشان تلبي احتياجات الموطنين داخل هذه القرية تعالوا شوف التقرير بنسبة تجاوزت 95% تشهد محافظة الفيوم تنفيذ أعمال مشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بمركزي أطسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتلبية احتياجات المواطنين داخل تلك القرى ووسط أعمال مكثفات تقوم بها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي في 16 قرية من أصل 17 قرية بالمركزين وتبلغ الأطوال الكلية للشبكات بالمشروع 72 كم بمركز أطسا و35 كم بمركز يوسف الصديق وبعد أن تم الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي يتم الآن الفحص والمعاينة تمهيداً للاستلام الابتدائي لشبكات الصرف الصحي وتمهيداً لدخولها للخدمة وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من مشروعات الصرف الصحي المنفذة ويتم تنفيذ تلك المشروعات بناء على خطة محكمة من أجل تحقيق ارتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة طيب شكل هذه الشبكات قبل التطوير قبل لما يخش مشروع حياة كريمة كان عامل إزاي خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الأمر من المهندس محمد النجار رئيس شركة مئة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم صباح الخير يا باش مهندس صباح الخير على حضرتك يعني نتكلم في نسبة كبيرة من أعمال التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي بلغت حوالي 95% كلمنا عن أبرز الأعمال اللي اندرجت تحت هذه النسبة الكبيرة وزي ما كان مصطفى بيقول احنا في الأول أصلا عايزين نعرف الشكل كان عامل إزاي وبعد كده يعني النهاردة بعد هذه الأعمال بقى شكلها عامل إزاي هو الحقيقة احنا حاليا بالنسبة للصرف الصحي في مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى احنا شغالين في مركزين مركز إدسا ويوسف الصديق احنا اشتغلنا في 17 قرية بالفعل 16 قرية انتهوا تماما وفي قرية نسبة تنفيذ فيها وصلت لحوالي 80% اللي هي قرية النازلة في مركز يوسف الصديق نتيجة الشبكات فعلا فيها كبيرة جدا وطبيعة كغرافية كبيرة اللي حصل احنا كان الأول الصرف الصحي كان موجود في القرى دي في المناطق الأديمة بس الكتلة الأديمة في القرية حصل طبعا زي ما حدثكم عارفين امتدادات كبيرة خلال السنين اللي فاتت أصبحت في مناطق تماثل يمكن الكتلة الأديمة وأكتر منها موجودة حاليا في القرية ما كانتش مغدومة بالصرف الصحي كان بتحصل طبعا كمية مشاكل كبيرة بيحصل فيه صرف سلبي صرف خام على بعض المصارف وبعض الترع كان فيه تلوث للبيئة كان فيه مشاكل كتيرة عند الأهالي من الخزانات اللي موجودة عندهم حصل طبعا حاليا دلوقتي لما دخلنا الصرف الصحي كاملا القرية بالكامل كل البيوت اللي فيها كمية الكتلة العمرانية الموجودة داخل القرية أصبحت مغدومة بالصرف الصحي وتم توصيلها على الشبكات الرئيسية وبالتالي اعتبر القرية تماما الظروف الصحية والبيئية فيها اتغيرت بنسبة 100% ده بيأثر على نسبة دخول المستشفيات في الفيوم بيأثر على ملامح الحياة في المحافظة بيأثر على أيضا قصة الرأي والصرف الصحي وباقي الأشياء يعني أنا بدون الدخول في التفاصيل الحكومية الخبر واضح يا باش مهندس ولكن كلمي عن ملامح هذا الأمر من كل الزوايا هو بالثالث اي شاتك ما أشرت التأثير المباشر والغير مباشر من خدمة الصرف الصحي فعلا الزيادة فعلا في الأمان بالنسبة للناس الموجودة هناك لأن فعلا لما تكون البلد الصرف الصحي فيها موجود تماما طبعا نسبة الإصابة والأقراء اللي هي نتيجة التلوث بتقل تماما تسبت الحياة فعلا جودة الحياة بترتفع فعلا في القرية بشكل كبير الأمور النفس هناك فعلا بتحس في المعيشة أنا فعلا قاعد في مكان فيه المية موجودة بشكل سليم وكويس الصرف الصحي موجود بشكل آمن وكويس طبعا جودة الحياة تختلف تماما لا يعني اللي زار هذه القرى من قبل عارف أن يمكن الشكوى الرئيسية كانت يعني لمواطنين هذه القرى الصرف الصحي يعني كانت مشكلة فعلا كبيرة جدا وكان المواطنين بتكلموا عنها وبشتكوا منها فالنهار دا احنا بنتكلم على إنجاز كبير جدا ومهم جدا جدا عشان نهار دا في الأول في الآخر احنا بنوفر فعلا حياة غليق بالمواطن المصري وده المعنى للحكومة أو للدولة المصرية عايزة توصله حياة كريمة لكل المواطنين بالزبط على أي حال شكرا للمهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم ونتمنى لكل بقى المحافظة أن هي يعني تكون خرجت من هذا الأمر بأفضل شكل ممكن بدلوقتي نتيب حضرتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا بسنت أثمنا صباها بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية حيث شدد الرئيس السيسي على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحكمة والتقنيات المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا لتوفير التغطية الصحية في كل المحافظات جاء ذلك خلال الإقاء عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة ورعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع لنتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلة من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين قال الجيش السوداني إن قوته تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الدعم السريع من قصف عشوائي وغلق للطرق وأضاف الجيش في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في شمال بحري لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من العربات المسلحة والاستيلاء على عدد آخر بالإضافة لوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحة وأشار البيان إلى أنه تم توجيه ضربة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم أكد الرئيس الأوكراني بلدينير زيلانسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير لهجوم المضاد المرتقب على نطاق واسع ضد القوات الروسية وأضاف زيلانسكي أن بلاده تمتلك ما يمكنها من المضي قدما وتحقيق النجاح لافتا إلى أنه سيتم فقد الكثير من الأرواح بسبب نقص العتاد وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة قدت المحكمة العليا في باكستان بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيا وذلك بعد نحو يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع وقالت المحكمة العليا في قرارها إن الطريقة التي نفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة باطلة وغير قانونية أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لتفشي فيروس جدر القردة وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهنوم خلال مؤتمر صحفي في جينيف إن المنظمة ترى الآن تقدما ثابتا في السيطرة على تفشي المرض بناء على دروس فيروس نقص المناعة البشرية والعمل عن كثب مع المجتمعات الأكثر تضررا وأضاف أدهنوم أن حالات الإصابة الجديدة بالمرض انخفطت بالنسبة 90% خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي كانت مقررة اليوم بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجئت حتى مطلع الأسبوع المقبل ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء خطوة إيجابية حيث إنه يشير إلى تحقيق تقدم بين الطرفين وأشار المصدر إلى أن اليوم لم يكن موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل أهلا بحضرتكم من جديد وزارة الصحة مبارح أصدرت مجموعة من النصايح والإرشادات للأمهات بخصوص صابت الأطفال لقدر الله بمرض السرطان وقالت إنه في مجموعة من علامات التحذرية لو ظهرت يبقى لازم تتوجهي بيها أو بالطفل فورا للطبيب لأنه العلامات دي بتشير إنه لقدر الله في احتمالية إصابة الأطفال إحنا النهاردة يعني مش جايين نخوف حضراتكم أو نبتدي يومنا كده يوم الجمعة بحاجة يمكن نتشأم منها لكن بيقولوا دايما إيه الوقاية خيرهم من العلاج إحنا النهاردة بنحمي نفسنا وبنحمي ولادنا عشان ما نرجعش نقول بعد كده يا ريت اللي جارة مكان ومرض زي مرض السرطان يمكن اللي عارف ده عارف إنه من الحاجات اللي لازم تلحقوها لازم تروحوا بدري شوية كل ما روحنا بدري كل ما اتأكدنا بدري كل ما الموضوع تلحق وكل ما نسبة الشفاء وصلت ليه معدلات من 90% إلى 95% لا وبعدين عايزة أقول لك حاجة إن قصة الأورام لما تيجي عند حد كبير قد إيه بتبقى مؤلمة خالي بقى دالة وطفل طبعا الألم بيبقى أضعاف الأضعاف وزارة الصحة لما اتكلمت عن هذا الأمر هي بتدق نقص الخطر هي بتحذر هي بتقول يا جماعة في بعض العلامات لازم تاخدوا بلكم منها أول حاجة إن الطفل بيفقد الوزن بشكل غير مبرق الطفل على طول بيخس وحينما شاهم فيه إيه؟ أو إن الطفل بيشتكي من ألام كبيرة جدا في المفاصل والعظام دي مؤشر كبير لأسابة بالأورام أو إن الطفل بيسخل بيصاب كتير بالحمة كل دي علامات أوعد فوتها كل دي مؤشرات خطرة جدا يجب على كل أب وعلى كل أم إن هما يخدوا بلهم منها كويس وإن هما يتوجهوا فورا الأقرب مستشفى لإجراء التحليل إيه هي علامات الأورام لدى الأطفال سرطان الأطفال شيء صعب جدا لازم نقي أطفالنا منه دكتور محمد عيد استشاري طبق أورام الأطفال معنا نهارة في السيديو الصباح الخريمة صباح الخريمة دكتور أهلا وسهلا بحرك أهلا بيك أهلا بيك يا فنم أهلا بيك يا فنم يعني إيه الأعراض أو إيه الحاجة اللي أنا لو شفتها أقول إنه ده حاجة مش طبيعية أنا لازم أخذ الطفل ده للدكتور فورا بدون برضو ما نبقى هنا بنخوف الناس في بعض الناس عندها حتة إيه إنه أول ما تحس بأي قلق من ناحية حاجة أي حاجة تجري على الدكتور وفي ناس العكس تماما ممكن تقعد على الموضوع عادي يعني قادة دي نازلة برد قادة دي نازلة عادي خالص ما فيش حاجة تقلقها إيه الفايصل يعني إم تحس إنه لأ هنا في مشكلة أنا لازم أزور دكتور ودكتور أورام بالتحديد والله أول يعني بس الحاجة المهمة اللي حريك بدأت بها في الأول حريك بدأت بها في الأول اللي هو يعني الاتشاف المبكر دي حاجة بتفرق معنا جدا 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 في العلاج فكل أنواع الأورام سواء يعني على اختلاف أنواعها سواء أمراض دم سواء أمراض صلبة أو سواء أمراض يعني في المخة أو كده والاكتشاف المبكر فيها ده ممكن يعلي معدل الشفاء يعني بدرجات الناس يعني ما بتبقاش يعني متخيلة الوضع بالعكس والله في حالة معدل شفاء بيعدي التسعين في المية والثمانين في المية فالاكتشاف المبكر ده أو إن إحنا نلقط الحاجة بدلي جدا 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 بيحس المعدل الشفاء جدا دي الحاجة الأولى الحاجة التانية برضو هي الحكمة في الأمور يعني الحكمة في الأمور ولا بقى مرعوب قوي ولا تجاهل شكوى معينة وكل حاجة في الطب في حاجة اسمها العلامات الخطيرة أو زي ما احنا ريت فلاكس اللي هي بتبقى زي علامات معينة زي ما حالك قلت كده بالظبط إنها سخونة بالظبط كده بس هي سخونة برضو لما نقول سخونة بتبقى لها مواصفات معينة حمى متكررة متكررة بالظبط كده مش بتتحسن على العلاج كشفت مرة لأن برضو فيه ثقافة إن إحنا ممكن نكشف مرة واثنين وثلاثة بدون ما ناخد قرار يعني يساوي أو قرار مصبوط فقدان في الوزن برضو في بعض الأمهات بتيجي تقول إن الولد بينزل في الوزن تبت وزن قبل كده أو البيزلين بتاعه قدي أو كده بتلاقي الأرقام لا مش متطبقة مع الشكوى والكلام ده على الكبار برضو وعلى الكبار طبعا فيه أعراض تانية بتبقى مقلقة جدا في الأورام المخ مثلا يعني على سبيل مثلا مثلا ممكن الصداع معظم الناس عندها صداع بس في صداع بمواصفات معينة لا صداع يصحي من النوم صداع يزيد لما ينام فيه مثلا حاجات زي الألام يعني مثلا ألم الظهر في الأطفال ده من الحاجات اللي تقلق شوية ما ينفعش يتخد باستخفاف نهائي ألم الظهر ألم الظهر في الأطفال أو غير الكبار مثلا يعني كبار معظم الناس يعني عنده مش عارف إيه فقرات فقرات مش عارف إيه لأ في الصغيرين الألم الظهر ده لازم يتخد بجدية جملة جدا بيمثل إيه بيمثل لا ممكن تقول لقض الله زيادة في ضغط المخ وممكن تكون فيه لقض الله ورن في العصب الشوكل في الظهر الحاجات اللي هي إيه دي لقض الله ممكن تقول عاملة بس يعني ما ينفعش يتخد باستخفاف وفي بعض الحاجات بتبقى زي بنسميها يعني مؤشرات يعني خطورة شوية زي النظر مثلا يعني النظر مثلا من الحاجات يعني العين دي بنسمحنا ويندو أو شباك لأي حاجة ممكن تبان لو زيادة في ضغط قاع العين لقدر الله أو لقدر الله فيه ازدواجية في الرؤية يعني ولد بيشتكي مثلا أنا بدأت أشوف الحاجة اتنين الحاجات دي في منطار خطورة زي مقالنا برضو لو فيه نقص في الوزن معدل لو الولد مثلا بيجي مثلا الألم في العظام مثلا ولا الطفل مثلا بيلعب أو حاجة لأن الحتة دي بتجعني أو رجلي بتجعني أو إيدي بتجعني أو كده اتخبطت فيها يا بابا يعني مش عارف الأهل من كتر ما هم مش مقتنعين يقوله وغالبا اتخبط بس ما أخدش باله دي مجرد بس ما بروح للدكتور المتخصص في المجال سواء بقى العظام أو سواء الأطفال حتى في السترينج العادي اللي هو مجرد الفحص المبدأي في الأطفال وده مهم جدا عشان برضو حالكم يعني السوشال ميديا والحاجات دي برضو ايه يعني حاجات ده الواتساب والحاجات دي فلازم طبعا التقييم الإكلينيك للطفل سواء من الجهة المتخصصة من الطبيب المختص في المجال أو من دكتور الفحص المجد دي حاجة مهمة جدا ليه لأنه ممكن بفحص بسيط جدا يعني السخنة المتكررة دي لو أنا عملت مثلا صور الدم كاملة بسيطة جدا دي ممكن تباني الأمور لو لقد ده مثلا في وجع بسيط ومش خط أو حاجة بعمل إكس ري عادية خارس حاجة كده يعني مش مكلفة خارس خارس بالنسبة للكبار والكبار اه لو عمل السي بي سي أو الصورة الدم ممكن طبعا تبقى مفتاح لعاجات كتير جدا ولو طلقت تبطل زي ما قلنا دي بتبقى حاجة مؤشر يعني 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 كويس جدا لأنها بتتلحف في الأول فتبقى علاجها أقل أقل يعني مش لازم قصة نوروح يعمل كشف كامل للأورام ده غالي جدا دي ممكن تبقى حاجات بسيطة تبين وفي بعض الناس بيفضل أنها بتبقى لها زي فحص دوري وخصوصا لأنه طبعا فيه يعني محدش يقدر يفصل السرطان عن أو الكنسر يعني عن الجزء الوراثي ففي بعض العائلات مثلا بتبقى هي عارفة أن فيه مثلا مشكلة عندها من ناحية الأورام أو كده دول محتاجين سيريال أو يعني محتاجين تتابع دوري أو كشف دوري كل فترة والله يا دكتور ما بقاش دلوقت ثاني بقى ناس بقى جنيا ما عندهمش أي مشكلة أو وراثيا ما عندهمش أي مشكلة ما وحنا هنقول إنه فيه حاجتين فيه جزء وراثي ده لا نستطيع أن نغفله خالص يعني وفيه جزء بقى من العوامل البيئية من سوق التغذية من الحاجات طبعا العديد السيئة في التغذية كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن طبعا تؤدي إلى هو ربنا سبحانه وتعالى إنه فيه ناس بتتولد بيه يعني فيه أطفال بتتولد بيه بصي هو السن طبعا مهم بس فيه يعني فيه كلام يعني مثلا لما أقول إن الطفل بيتولد بيه في بعض الحالات لما بيكون سن الطفل صغير جدا ويتولد بيه ده ممكن تبقى حاجتين عايز أقول حاجة نوعا هو تصنيف وكانسر آه بس ده يميل أنه يبقى حميد مثلا وفيه أمراض يعني فيه مرض منتشر جدا في الأطفال مثلا اللي هو يعني حاجة يعني اللي هو الوراء بيطلع من الغدل الجار كزرية أو من الغدل كزرية فوق الكيلة ده لو الطفل تولد بيه في سن صغير ده من الحاجات يعني السن نفس الصغير ده ده حاجة كويسة جدا وممكن معدل يشفى فيها يوصل لحاجة وتسعين في المائة مع إنه مولود بيه يعني مولود مثلا عنده تلات أربع شهور خمس شهور أقل من سنة لو موجود مثلا بعد خمس سن ده ممكن يقال المعادل يشفى فده ببقى عكس المنطق شوية أو عكس فيه حاجات تانية بتبقى يعني معدل شفى بتتشال مثلا جراحة ومعدل شفى عدد تسعين في المائة فمش معنى إنه هو كانسر إنه هو وعشان كده بقول الحكمة في الأمور بس نشاط قلت لي عدد غزائية خطئة عدد غزائية يعني كتير جدا بقى المفروض طبعا الصحي اللحوم المصنعة بالضبط كده اللحوم المصنعة بالضبط كده والسكريات والحاجات الفاست فودز بقى والحاجات المقلية طبعا طبعا دي الحاجات اللي يفعل الدهون الغير مشبعة دي طبعا كلها من الحاجات العادة السيئة وده من إحنا بنشجع الثقافة بتاعت إحنا حتى يعني دايما كده بنمشي متوازي مع بعضي وانس إن أنا شخاص طعيين يعني خط موازي لا يقل أهمية عنه عادات الغزائية التغزية فالتغزية بتنفع كويقاية وبتنفع في وقت العلاج نفسه إننا لو أنا قبل الفواكه الخضروات الطبيعية الحاجات الناتشورال دي كلها والحاجات الطبيعية دي فيها كمية فيتامينز وكمية معادن وكمية مضادات أكسادة دي بتحمي أصلا من السرطان الحاجات بقى اللي هي الفاست فودز بقى والمشروبات الغازية والحاجات دي كلها طبعا من الحاجات اللي هي بتزود الرسك طبعا دكتور اللي عنده حاجة كده في البيت حياته بتبقى بتنهار يعني هو نفسيا كأب وأم حياتهم بتنهار من حواليهم وبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه وخايفين طبعا على ابنهم وكل ده إزاي ما ينقلوش الحالة النفسية السياءة دي للولد وأهمية الحالة النفسية للطفل في هذه المرحلة وإزاي يدعموه نفسيا وكمان يعني هم نفسهم إزاي يقووا نفسهم يعني دي بصي قولي بأن حضرتك مريت بحالات كثيرة طبعا هو أول الأطفال بزياد غيره الكبار شوية يعني أطفال بينقسموا مشاقين في أطفال صغيرة في السن جدا هو ما يقدرش يستوعب أصلا اللي هو فيه بالضبط كده وفي أطفال بتبقى لهم بيسمونه اللي هما يعني الأربعتاشر خمستاشر سنة ستاشر سنة احنا هنا بنتكلم سن أطفال من كاملك هم من زيبه لتمنتاشر سنة تقريبا ده نعتبره يعني بيعتد لحد 12 أو 18 سنة في ناس بيعتدول لحد 12 ممكن لحد 18 سنة ده نعتبره طبع الأطفال يعني بيه اللي هما اليانج أدلس يعني أو اللي هم البلغين الصغار يعني بص السن الصغير قوي بيبقى طبعا المسؤول أكبر على الأم وعلى الأب وزي ما أقول لحضرتك فيه خط موازي من التغذية فيه خط موازي من طاقم العلاج النفسي والتأهيل النفسي وأنه يبقى عارف مخاطر للحاجات طبعا حياة الناس بتتغير شوية محدش ينكر يعني فيه ناس بتتقبل جدا جدا وبتبقى دي حاجة داعمة للطفل جدا جدا وطبعا بيبقى الطاقم الطب اللي موجود بيحاول أنه يعني يدعم الأمور وفيه ناس بتبقى طبعا بتقابل في الأول شوية مشاكل بس يعني بتبقى الحتة النفسية أو العامل النفسي في الموضوع مهم جدا برضو هنرجع نقول إن إحنا فيه خط موازي مع أطباء الأورام وفيه خط موازي من نهاية التغذية وفيه خط موازي من الطب النفسي ده لازم يكون بيساعد الأهل بقى على التأهيل بيساعدهم على التعاون مع الطوارئ بيساعدهم على التعاون مع الأمور لأنه بقى عنده قناعة شخصية إن شاء الله الأمور فيهم الأمن إن شاء الله تبقى كويسة بإذن الله وحتى لو لقد الله فيه حاجة برضو ده بيبقى ليه تأهيل نفسي معين علشان خاطر يعرف يتعامل معا التغذية ثم التغذية ثم التغذية والوقاية ايه بقى؟ تغذيهم بايه؟ أهم حاجة يعني التغذية لأنه يأكل ايه ويشرب ايه ويتغدس زيه ويتعشر زيه فهو عيان الكانسر دوت يعني أهم حاجة في التغذية العادات الصحية السليمة في التغذية زي أي طفل إن إحنا يبقى كلها خضروات كلها فواكه كلها حاجات طبيعية يبدأ عن اللحوم الحمراء يعني عن اللحوم المصنعة عن السكريات اللي هي المصنعة كلها المشروبات الغازية الحاجات الفاست فوز الحاجات المقلية كل الحاجات دي يفضل يعني ما تبقاش هو ده النمط بتاع حياة الأطفال وللأسف طبعا ده إنما التغذية السليمة بتنفع كوي قاية وبتنفع جدا برده وقت العلاج نفسه وعشان كده مخطم وازي برده للعلاج مع الطب النفس فده الحاجات المهمة جدا طيب إيه أكتر السرطانات شيوعا بين الأطفال ده سؤال وتاني حاجة إحنا عندنا أو الفكرة بتاعت إنه ما بيخفش يعني حتى لو خف دلوقت هيرجع تاني كمان شوية هل ده مفهوم صحيح ولا غلط خالص والله إحنا الحمد لله في مصر من فضل اللي يعني يعني في الأورام بالذات الحمد لله لدينا يعني صبت في حاجات كتيرة الحمد لله رب العالمين وتقريبا يعني يعني بنفس الأمور العالمية في مجال الأورام بالذات وطب الأطفال يعني من فضل الله ثقافة إنه إحنا مثلا خلاص هو جاله كانسر يبقى لقد الله في حاجة لا خالص بالعكس والله في حالات كتيرة جدا 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 كزي بوحك معدل الشيفي بعدد 90% الأورام إحنا عندنا ثلاث أنواع كبار اللي هم الأورام الدم والحاجات والأمراض اللي هي المخة والسولة دي يعني الأمراض الصلبة والأمراض اللي هي بتاعت الأمراض الصلبة أمراض الصلبة دي اللي هي بتبقى يعني مش تبع أمراض الدم اللي هي بتطلع من الأنسجة معدد دم اللي هي الدم والغزد الانفوين الصلبة دي اللي هي بتطلع من العظام بتطلع من العضلات بتطلع من الأعصاب الطرفية بتطلع من المخ دي اسمع الأمراض الصلب بتختلف بقى على حسب مكانها وعلى حسب الأعراض اللي ظهرت بيها على حسب كل نوع في مثلا أمراض المخ والأعصاب دي بنحاول نلقطها بدلت ازاي زي ما قلت الحديقة نفيس وضاع معين بطريقة معينة ليه نمط معين بس وانسي نفيس وضاع اللي الأم بتتوجه لقارب دكتور متخاصص أو اللي هو مسؤول عن متابعة الحال العامة للطفل ده بيقول إن فيه لا دي دي حاجة عادية خالص بتحصل مع الأطفال كذا ممكن يعمل مأس نظارة عادي خالص ممكن يفحص قاعين يلقى الدينية تمام يعمل طمئن الأمور وفيه أعراض بتبقى مقلئة يعني لقدر الله التشنجات لقدر الله بدأ يحصل ضحف في أي حتة في الجسد لقدر الله يعني أو بدأ يحصل أي يعني تأخر في النمو بتاعه يعني مثلا الولد لا ولد صغير مثلا كان مثلا بيمشي لا الولد أنا منحظ أن هو ماشي ما بأزي الأول مثلا بقى فيه زكة في رجله بقى فيه ألم في الظهر بقى فيه ألم في رجله دي من الحاجات المهمة جدا أو أن يكون فيه ورم بقى نفسه فيه كل كاعة معينة في جسد ونقدر الله دي لازم أن تتفحص وخلينا برضو نتفق على حاجة في قاعدة عامة لعشان برضو دي بتحصل كتير أن أي حاجة بتطلع من الجسد لازم تتحلل يعني أنا لقدر الله مثلا حصل أن فيه كل كاعة ظهرت ماء وحد مثلا تشفوا قال ده مثلا ده ورم حميد أو كيز دون حاجة لا ده مش مقبول لازم أن أي حاجة دي قاعدة مهمة جدا جدا عند كل الناس حتى لو كيز دوني حتى لو هو إيه ما فيش ضرر خالص أنا حاجة مش أنا خلاص أنا عملت الجراحة وشلت الحاجة دي لازم تروح تتحلل بصوريش لازم دي حاجة لا نقاشة فيها حتى لو ما فيش ألأ حتى لو ما فيش ألأ أصلا أنا مش مواكول الحاجة بتتأس بالريسك يعني بالضرر والاستفادة أنا إيه الضرر بعد حاجة مطلعة تحللها وطمن ما فيش ضرر خالص بيحصل كتير جدا مثلا إن حاجة تتشال وبعد ما تتشال لا ده كان كيز دوني وما فيش مشكلة خالص ويرجع مثلا بعد 3-4 سنين ده لو كان مثلا أو بعد 6 شهور أو بعد كده نكتشف أنه هو الأهل مثلا ما حللوهوش أو الكلام ده كله فطبعا هو المكان اللي هو ب دكاترة يعني الوعي طبعا بتاع دكاترة وحاجات طبعا الحمد لله بقى أحسن كتير في الأول من الأول فوانس إن في حاجة تشالت ده لازم تتحلل مهمة جدا طب إحنا نعرف إن الأورام ببساطة يعني شديدة هي إن الأنسجة بتاعت جسم الإنسان تلفت والمادة الخام بتاعت الجسم هي الأنسجة يعني هي أصل أصل كل عضو من أعضاءنا كليا كبد أي حاجة فيها أنسجة فالمجرد إن النسيج ده باز بيجبر ده لنا فهمه صح ولا صحح لي لو أنا غلطان لا لا يعني بس عليك هو هنقول إن الوحدة البنئية بتاعت الجسم كلها الخلايا 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 دي هو السرطان عبارة عن إيه يعني السرطان عبارة عن إن الخلايا دي حصل فيها حاجة من الاتنين يئم إن هي توقفت عند مرحلة معاناة من نموها يئم إن هي بدأت تنمو بشكل غير طبيع بمعنى يا عباسته برضو عشان يعني أيوة الأمور واضحة أيوة نفترض إنه عندي مصنع المصنع دي أنا عندي مادة خام المادة الخام دي بتطلع لمنتج معين كبير أنا جيت في هذه المراحل ما جيت وقفت الإنتاج عنده نصف المراحل بتاعته فهتلاقي المنتج اللي بيطلع اللي هو بيقوم بالوظيفة ده مش موجود خالص ودي طبعا مشكلة لأن ده مسؤول بقى عن عن اللي حسب بقى هو فيه حسب في خلايا الدم في خلايا العظم في خلايا المخ على حسب وكل ما هو قبله هيبدأ يعني يتراكم في الجسم بدون داعي ومش بيقوم بالوظيفة فيبدأ يظهر كلمة اللي إيه الورم يعني بمعنى لو أنا عندي مادة خام لحاجة معينة والحاجة دي جات في النص ووقفت فأنا كل ما هو قبلها بيزيد بطرق غير طبعي والمنتج اللي أنا عاوز أنا مش عارف هو صاله هو ده هو ده الكنسر عامة ده الكنسر يختلف بقى على حسب هو في الدم على حسب أو في النخاء على حسب هو في الغدد الانفوية على حسب هو في العظام على حسب هو في الكلا على حسب هو كذا طبعا لذلك إحنا بنقول إيه كل ما اكتشف بدري كل ما قدرت لو أنا علاجه جراحة أشيره بدري لو هو علاجه كيموثيرابي أو كيماوي أبدأ له بدري لو هو علاجه إشعاعي ممكن أبدأ بدري فده بيحسن جدا 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 معدل الشف يعني هي بصراحة عملية يعني صعبة جدا واللي بيمر بيها رب لا يكون فعون كل الأباء والهمات اللي بيمروا بمرحلة زي دي أكيد طبعا لكن إحنا النهاردة في الحقيقة إحنا مش جايين نضايقكم عصب إحنا جايين نديكم أمل فحب حضرتك تكلمنا عن يمكن أمثلة من الحالات اللي سوفيت تماما وكنتوا فاكرين أن يمكن تبقى صعبة والله في حالات كتيرة جدا 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 في حالات بيتيجي يعني في ممكن يعني في حالات يعني زي أمول الحج مثلا كده أورام العظام مثلا في حالات بيتيجي بيبقى مثلا ولد شاب يعني زي أمول يعني بيمارس حياته جدا بيلعب تنس بيعمل كذا بيلعب رياضة بيلعب كذا وبعد وساعة ما بيجو بيبقى في نهيرتام في الأول ليه هو خلاص هو خد كونسبت أن الولد كنسر يعني كده خلاص خالص الولد بييجي بيبدأ علاج كيميائي في الأول بنساعده بالتغذية المناسبة بنساعده بالطأم الطب المتخصص في العلاج النفسي مع الأهل كل ده بيتحسن بعد كده بيأخذ جرعاته بيبقى الجراحة بيعملها بيخلص جرعاته الأهل نفسهم بعد كده بيقوش مصدقين يعني فيه ناس ما تبقاش مصدقة خالص وتلاقي الولد رجع تاني وبدأ يمارس حياته الطبيعية ويمارس رياضته ويمارس كأنه شائعا لم يكن فده موجود فسريعا سريعا نساعد الشفاء فأكتر نوع من الأمراض الأورام وأكثرها يعني نسب الشفاء فيه أقل بص حالك فيه حاجات يعني فيه حاجات مثلا زي أورام الدم فيه أنواع بتوصل لحد 80-85% أورام الموخ فيه أنواع منها برضو بتوصل بتعدي نسبة تشافة حوالي 90% أو 92% فيه أورام في المرض في الأمراض الصلبة زي الأورام الغضة الدرقية أورام الأسف الغضة الكذرية وأورام الكلة الكلة ممكن توصل بتعدي برضو فيه حاجة بتوصل لفوق 90% يعني فيه أورام الموخ طبعا اللي هي بتيجي اللي هي مش عشان هي عشان يعني يعني بيبقى العلاج بتاعها أو طريقة علاجها أنا محدود فيها أو محكوم فيها يعني لقاء ده مثل زي أورام جزء الموخ مثلا في الأورام الموخ أورام جزء الموخ دي علاجي أورام الموخ معظمها تقريبا حوالي حاجة و90% منها أننا أشيلها ده بيبقى أساس العلاج في الأول يعني ده كتري إذا ما إنا جراحة أصابة تشيل وانسي أننا مش عارف أشيل ده بيصعب الأمور شوين فيبقى مكانها هو اللي بيحد أمورها وفي هذه بتبقى معدلة شيفة صعبة جدا في الأول الرئة العظم الجلد الحاجات دي صعبة العظام معدلة شيفة فيها لو هي مش منتشرة في الأول وعشان كده زي ما أستاذ بسانت قدت في الأول الموضوع اللي نحن نكتشف الأمور بدري لو أنا أنا بس 70-80% معدل شيفة لو أنا لقدر اللي قدر اللي طفل اللي جاء منتشرة في الرئة مثلا معدل شيفة نزل لـ 20-30% ده مجرد عشان أنا اكتشفت بدري والأهل اكتشفو بدري وراحوا بدري والدكتور شخص بدري وبعت للمركز المتخصص بدري واخد علاجه في الوقت المناسب يبقى الدكتور هنا قال لنا يمكن حاجتين مهمين جدا نلخص بيهم الفقرة دي اول حاجة ما نستخدرش ابدا بشكوة اي طفل حتى لو كان حاجات بسيطة لكن شفنا زي حرارة او حمى متكررة الطفل بتدى يشتكي من ظهره ده مش طبيعي الحاجات دي مش طبيعي نبتدين اخد الطفل نتاجي بيه للدكتور تاني حاجة اي حاجة نطلعها من جسم الطفل حتى او الكبار ونتكلم هنا من سن صفر ل18 سنة حتى لو كان كيس دهني لازم نحلله ما نستخسرش نقول لا التكلفة لا مش عارف اي معلش دي حياة ولدنا ده صحتهم مهم جدا الاكتشاف المبكر وزي ما الدكتور قال ان الحالات اللي بيتم اكتشافها مبكرة نسبة الشفاء فيها بتبقى اكتر من 90% فاحنا النهاردة جايين يمكن ندي امل لحضراتكم لأي حد او اي عيلة يمكن بتمر النهاردة في كلامه انه كل ما اكتشفنا بدري كل ما مستهطرناش كل ما نسبة الشفاء كانت قبل مزيد عليك حاجتين مهمين ان هو يفقد يعني كثير من الوزن او يشتكي من الرؤية في العين ودي برضو من اهم العلامات التحذيرية اللي احنا لازم ناخد بالنا منها وتوجه سريعا ولا نهمل عند اي طبيب مختص عشان نشوف هذا القمر الشكر جزيلي الشكر دكتور محمد عيد شكرا للمشاهدة اللي نوارنا النهاردة في السوديو صباح شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شدينا فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقيت فقراتنا خليكم معنا اهلا بكم لموجز لاهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية اتحاد الكرة المصري تلقى عرض لتنظيم مباراوة دية بين المنتخب الوطني ومنتخب بارجواي في يونيو المقبل على هامش استعدادات الفرعنة الخمسة من تصليات أمم أفريقيا بتتضمن العرض خيارات إقامة المباراة داخل مصر أو خارجها وكمان هيكون فيه عوائد مادية للاتحاد المصري الاتحاد المصري للكرة القدم أخطر الأندية والفرق المشاركة ببطولة الجمهورية بالأعمار المحددة لمسابقات الموسم اللي جاي وأعطى مهلة للأندية لحد يوم 15 مايو علشان يرسلوا رغبتهم للمشاركة في بطولات الجمهورية السويسري مارسل كولر المدير الفني للأهلي طالب لعبي الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر نظيفة في مباراة الترجي التونسي اللي هتتلاعب النهاردة في دوري الأبطال وقال إن الخروج من اللقاء دون اهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهاء البطولة فريق تلاقع الجيش اتأهل لدور 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الشرقية بنتيجة 3-0 وده في المباراة اللي جمعته من بارح على سيد جاهز الرياضة موسيقى موسيقى مبارح اتعادل يوفنتس الإيطالي مع أشبالية الإسباني بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أليان ستيديم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 20-23 جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري في دقيقة 26 من عمر اللقاء لصالح فريق أشبلية قبل أن يتعادل فيدريكو جاتي في دقيقة 97 موسيقى وحقق روما الإيطالي الفوز على فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين مبارح على ملعب الأوليمبيكو في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي سجل إدواردو بوفي هدف فوز روما بالمباراة في دقيقة 63 بعد متابعته لكورة مرتدة من حارس ليفركوزن وتقام مباراة القياب بين الفريقين مساء الخميس الجاي على ملعب باي إرينا معقل الفريق الألماني في تقارير صحفية إيطالية كشفت عن انتهاء موسم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر اللاعب وسط فريق ميلان بعد الإصابة اللي تعرض لها خلال مواجهة الإنت ميلان في ذهاب النصف نهائي دوري أبطال أوروبا الفحوصات الطبية اللي خضع لها بن ناصر أثبتت حكته لعملية جراحية بسبب معاناته من إصابة في غدروف الركبة اليمين وبعثة المنتخب الوطني للكونج فو سفرت إمبارح إلى دولة المغرب للمشاركة في البطولة العربية التامنة للكبار الوشو كونج فو اللي بتقام في مدينة الرباط وتستمر لحد 15 مايو الجيري توجه البطل المصري علي فرج لاعب وادي ديجلا والمصنف الرابع عالميا لرجال سكواش ببطولة العالم للسكواش اللي استطفتها ولاية شيكاغو الأمريكية وده بعد فوزه بنتيجة 3-0 على كريم عبد الجواد في المباراة النهائية ببطولة العالم للسكواش توجهت نور الشربيني لعبة نادي سبورتينج والمصنفة الأولى عالميا للسكواش سيدات باللقب بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت نور الشربيني على لقب بطولة العالم بعد الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية على زملتها نوران جوهر لعبة نادي وادي ديجلا والمصنفة التانية على العالم وخلصت نشرتنا الرياضية وعودة مرة أخرى لمصطفى وبسند واستكمال وقف فقرات سبعة الخير يا مصر أودى ليكم مرة تانية مصطفى وبسند شكرا لك يا أهلا أنظار الكرة المصرية كلها ربما تتجه نهاردة نحو المواجهة القوية والمرتقبة اللي حتجمع ما بين النادي الأهل المصري وفريق الترجي التونسي وده في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المواجهة دي ربما حيسع فيها جاهدا المارد الأحمر المصري أنه يحقق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب اللي حتكون في القاهرة حقيقة مصطفى هنستعرض مع الجمهور خطط وطرق اللعب في المباراة وفرص الفريقين في الفوز بالمباراة وضمان التأهل بنسبة كبيرة لنهائي البطولة قبل مباراة الإياب اللي هتقام في القاهرة وده معضفنا في الستوديو الأستاذ عطمان إبراهيم الناقد الرياضي الصباح الخير عليك أهلا بك في صباح الخير صباح الخير لكم طبعاً صباح الخير لكل مشاهدي صباح الخير يا مصر أهلا بك يا أستاذ عطمان إزاي شايف الفرص المتاحة للنادي الأهلي أنه يحسم التأهل لدور النهائي في البطولة فرصه عاملة إزاي وإيه العواقق اللي ممكن توقف قدامها طبعاً إنجاز كبير وصول نادي الأهلي المربع دهبي في أفريقيا ممكن رقم تاريخي لنادي الأهلي بتأهل على التوالي ربع مرة على التوالي يصل السيمي فانال في أفريقيا إنجاز كبير يمكن ما فيش حد في أفريقيا بحاجة لنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة ممكن كنا هنا في نفس المكان لو تفتكروا سعى الدور المجموعات وموقفها كان صعب جداً جداً وإنه وقتها ليه لأ لسه في فرصة وإنه ما عندك فرصة تلعب عليها لحد الآخر وفعلاً الأهلي فاسعتها على الهلال وعلى القطن ويتكمل المسيرة وصل دور التمانية وإنه وقتها برضو في نفس المكان هنا إن لو الأهلي هتطلع مركز تاني فهلعب أي فريق مركز أول قلنا إن الفرق نفسها وقد مركز أول هي اللي شايلة الهم إنها هتواجه نادي الأهلي إنه هو أقوى فريق في اللي خده المركز التاني وممكن سمعنا خلال الفترة الأخيرة تعالت كتير حتى من لعبين توانسة قالوا إن النادي الأهلي في دور المجموعات يختلف تماماً عن دور خروج المغلوب وبالتالي الأهلي لما لعب الرجال المغربي قدر أنه يمر إلى دور قبل النهائي عشان يصطدم بيه التراجي التونسي هكيد مباراة تبقى صعبة على الفرقتين سواء الأهلي أو التراجي تموح كبير جداً جداً للأهلي يوصل للفاينال السنة الرابعة التوالي التراجي كمان عايز يوصل للنهائي على فكرة الفرقتين دي رابع مرة يلتقيها في نفس الدور لو دور نصف النهائي أو دور قبل النهائي فهكيد تاريخ كبير جداً جداً من أهلي والتراجي لكن ومنتكلم عن فرص نظرياً قد يكون الأهلي أقرب برغم أنه كان طالع تاني مجموعة وبعا كده أطاح بالرجاء المغربي لكن نظرياً هو الأقرب في ظل بعض الظروف الصعبة اللي بتواجه التراجي التونسي سواء غياب جمهوره أو كمان غياب بعض اللاعبين الأساسيين لكن في النهاية هستعين بالكلمة اللي قالها مارس الكولر مدير فان نادي الأهلي في مؤتمر الصحفي أن التراجي حتى لو فيه بعض الغيابات لكن أكيد هو فريق كبير عنده لعبين بودلاء على مستوى عالي وهو مش هينخدع بقصة أن فيه لعبة بودلة لها العب ومش الأساسيين لأنه أكيد فريق قوي جداً جداً وعنده بودلاء على مستوى الناس الأسيين ايه الغيابات اللي في النادي الأهلي كلمنا عنهم؟ نزل الغيابات النادي الأهلي هي غيابات خلاص المعتادة يمكن فيه تسع لعبين غيابين فيه اتنين خلاص فيه تعود على غيابهم اللي أم كريم فؤاد وأكرم توفيه طبعاً الشربات الصليبي ربنا يشفيهم في الغيابات السابعة الثانية غياب واحد بالإصابة اللي هو رامي ربيعة برضو هو مش اللاعب رقم واحد أو اتنين فيه خط دفاع الأهلي وفيه ست غيابات فنية تم استبعادهم من رحلة السفر لتونس طبعاً أبرازهم برونو سافيو أيمن أشرف شاد حسين وكريم الدبيس والحارس حمزة علاء ولعب رقفة خليل ولكن الستة برضو مش بيموجودين في نطاق التشكيل الأساسي أو حتى اللي بصادموا كبودلة فبالتالي ما فيش غياب مؤثر غير رامي ربيعة كان بيكون بديل استراتيجي كواس جداً لليه خط الدفاع فزير طبعاً الإصابة اللي تعرض لها حمود متولي والقلق اللي حصل في ماتش النهائي السوبر لما حصل له حالة إغماء لكن محمود متولي بخير وتعملت كل الفحوصات ليه وهو جاهز ولكن بالنسبة كبيرة قد النهاردة يكون محمود متولي على الدكة ونلاقي ياسر برهم هو الأساسي إيه التكتيك اللي ممكن يعتمده كولر في مباراة زيدي وهل ممكن كولر يختلف أو يخرج عن السياق اللي لعب به في المباراة اللي فاتت ولا يعني تعتقد نوه حيمشى على نفس النهج طيب هو كولر آخر فترة شفنا له ثلاثين متشابتين أو قريبتين أربعة تلاتة تلاتة أو أربعة واحد أربعة واحد ممكن في ماتش السوبر تحديدنا ماتش بيراميز يعتمد على أربعة واحد أربعة واحد ولما لقى بيراميز ماسك نص ملعب ألابها الأربعة تلاتة تلاتة أو أربعة تلين تلاتة واحد الخطة اللي لعبها ماتش الرجاء المغربي في المغرب لعب أربعة تلاتة تلاتة ولعب تلاتة في نص ملعب وربما النهاردة يكون دا الأقرب إنه نفس الفكرة بتلاقي فرقة متشامل أفريقيا بتعتمد على وسط ملعب قوة جدا جدا الترجي رغم كل الغيابات اللي عنده لكن يظل يملك نص ملعب قوة جدا جدا فاحتمال كبير نشوف النهاردة نص ملعب الأهلي تلاتة زي ما تعودنا في آخر فترة غالبا المرانة عطية ربما يكون تلاتة في سولية أو أليو ديانج وإن كان ديانج هو الأقرب عشان يسيطر أو يقفل على مفاتيح لعب الترجي في وسط الملعب ويسيطر على المباراة ماتش هيكون زي مننا قوة جدا جدا لكن أعتقد كولر هارجع للطرية الكلاسيكية اللي هو متعود عليها أربعة تلاتة تلاتة عشان يطلع بأكبر نتيجة إجابية ممكن يحققها في قلب رادس طبعا في الترجي هل تصريحات كولر بتشير أنه ممكن يلعب النهاردة مدافع أو يعتمد على الهجمات المرتدة مش موضوع مدافع أعتقد كولر بيذاكر الفرق اللي قدامه ممكن نحن شوفنا المنشطة الأخيرة سواء كان القطن الكاميروني أو هلال سوداني أو حتى سندونز اللي أهل تعثر فيها كان فيه بعض فأعتقد الترجي عنده نقطة قوة أنه غالبا بيسجل في أول ربع ساعة معدات المبارا أو أول ربع ساعة مع بداية الشوت تاني وبالتالي واضح أن الفرق بتنزل أول ربع ساعة دي عندها ترقيص قوي جدا جدا وعندهم حمس البدايات فبيقدروا يسجلوا فيها أهداف في نفس التوقيت ده أول ربع ساعة من اللقاء وآخر ربع ساعة الترجي بيتلقى أهداف بنسبة كبيرة فواضح أنهما ممكن في أول ربع ساعة قلنا بيسجلوا آه ممكن يكون عندهم شوية الدفاع فربما يبقى عايز يستغل هذا الهدفاع اللي في البداية من هو يسجل هدف مبكر أو يصبر ويقفل الملعب وينتظر لما يحصل الانهيار البدني أو التراجع البدني للعادة الترجي وده ملاحظ جدا جدا في الفترة الأخيرة حتى لو نفتكر الزمالك والترجي في دور المجموعات اللي كان هنا في القاهرة الزمالك كان متقدم اتنين واحد وكان الترجي بيهاجم بشكل قوي جدا جدا والزمالك خطف الهدف التالت في الديئة اللي هو أولى من نقطة بدلت ضايع فمعنى كده فعلا أن فيه مشكلة عند الترجي في آخر ربع ساعة يكون فيه بعض الترجع البدني في أداء الفريق ربما يستغل لكولر فهنشوف هل هيعتمد على المبادرة ويحاول يستغل الفرصة ويسجل هدف مبكر ويربك حسابات الترجي تماما ولا هيصبر ويستنى زي ما حالك قلت من شوية ويدافع ويأمن مناطقه لحد ما يشوف الترجع البدني للترجي وبعد كده يبدأ يهاجم أو يعمل يغالر استراتيجية وعلى فكرة في ماتش بيرامدز هو اعتمد على نفس الطريقة كان بيعتمد أن اللعيبة فيه ماتش سجال أهل وبرامدز لكن في الشروط التاني لحد نهات المباراة الأهلي كان ماسك الزمام لأنه عارف أن بيرامدز يجي فترة ويحصل تراجع بدني وده أمر طبيعي في ظل المباراة وقتها أو ظروف بيرامدز وقتها ربما يكرر هذا السيناريو في ماتش الترجي مع اختلافات في تشكيل ندقها بس كولر يعني اعتمد في الفترات الأخيرة أنه هو يعتمد أكثر من تكتيك يعني يلعب بخطة ويغيرها يلعب بخطة ويغيرها تفتكر أنه ممكن يراهن على ده ولا هيعتمد خطة واحدة وتفتكر برضو أنه لو غير أكثر من خطة الخطة المناسبة أنه يلعب بيها مع فريق الترجي التونسي هو المدرب بيحط استراتيجية معاناة لماتش اللي هو بيتفرج عليه أو هو عمله السيناريو معانا أحيانا بيحصل حاجة في الملعب بتخليك تغير خطة هفكر الناس بحاجة في ماتش السوبر الأخير الأهلي وبرامد زي أخر حاجة التي أنا شفناها زي مبتاكي الأهلي كان ملعب بأربعة وقدامهم ما رونا أعطيها اللي هو اللاعب واحد وبعا كده أربعة تانيين لو كان فيه القندوسي وحمد فتحي وبعا كده يعني السناء الوسط بس المتقدمين يا كده يكون خلف المهاجم مباشرة أنه هو كان محمد شريف في هذا اللقاء وكان برسي تاوي مين وحمد عبدالقا دي تشمال لما لقى برامة زي ماسك نص ملعب كان فيه لقطة في الديها 27 مرس الكولر بيكلم حمد فتحي قال له ارجع خليك تاني فوصة ملعب حتى كان بيشاوله بيعمل له اتنين خليك تاني جماله ناطيه فعلا بعدها حمد فتحي رجع قاله بالخطة لأربعة تلاتة تلاتة أو أربعة تنين واحد اتنين واحد اللي هي أربعة تلاتة تلاتة بس بشكل معين عشان يسيطر على وسط الملعب النهاردة ربما يعني حسب المعلومات الواردة كده هيتتبع لها استراتيجية اللي خدها في مواتش الرجع المغربي لها مواتش العودة لو إليها بأربعة تلاتة تلاتة لها تلاتة في نص ملعب بيقفل التلات اللي عبين بنص ملعب أقوية جدا جدا عشان يقفل المساحات الكاملة على وسط ملعب التراجي زي ما قلنا فيه غيابات قوية جدا جدا في التراجي صحيح ولكن يظل فرق التراجي عنده أقوى خط وسط موجود مش أول في الأفريقية كلها ولكن من أقوى خطوط الوسط الموجودة في الأربع فرق يتأهلوا دور قبل نعي فرجيني يسيطر يمكن تكلم على أن الأهلي لما بيمر في دور المجموعات مصعوبة بيبقى بعد كده فريق ما ينفعش تهزمه بيبقى فريق قوي جدا لا يمكن هزمته شايف الكلام ده إزاي وهل فعلا الأهلي بتحول بعد دور المجموعات لسه في أول كان قلنا الأهلي فعلا في دور المجموعات بيختلف تماما عن الدور السبب يعني السبب اللي بيخلي السبب هي ممكن نقول عليها موروث من اللي احنا شفناه يعني الأهلي على فكرة في الأربع السنين بيوصل فيهم سيمة فاينة الأربع السنين ما بيطلعش أقول مجموعته بيطلع تاني مجموعة وغالبا بيصعد بصعوبة جدا لدور اللي بعد كده لا بس هو الندي قال لي مش بس بيعمل كده ده هو دايما بيكسف في أخر دقيقة في حاجات غريبة كده مشاء الله مشاء الله مشاء الله مشاء الله أكبر تفتكر عشان كنت تقوموا المرد الأحمر لا أهو أهو هي مورسات وفي العيبة بتلعب بروحه لآخر ثانية زي المتحدث لو تفتكر كنا مع بعض هنا ساعة دور المجموعات لما الأهلي تقزم موقفه وكان موقف صعب جدا جدا وسألتوني وطولي الأهلي ممكن يوصل بتلكه ويلعب على حصوصه لآخر لحظة ومحدش عارف ممكن إيه اللي يحصل يمكن نتيجة نتائج تلعب في صالح وده اللي حصل لما ساندونزو والهلال خلص تعادل في السودان والهلال السودان ضيع باللينة في آخر دقيقة فرقت بشكل كبير جدا جدا الأهلي راح كسب القطن الكاملون في كاملون 4 وكسب الهل السوداني هنا في مصر 3 وبالتالي الأهلي ترشح إلى دور الثمانية ويعني إذا بوله كده إيه صعد من الباب الدايق لكن أول ما صعد بينطلق بشكل كبير جدا جدا جاء يروح معنوية كبيرة لللعيبة كانت تكرر في 2020 و21 و22 و23 يكاد يكون نفس السيناريو والأهلي عنده مشكلة في دول المجموعات يتخطى بصعوبة بعد كده بيكمل لحد الموران النهائية ففي توقعات كبيرة جدا جدا للأهلي للسنة الرابعة يتوالي يكرر هذا السيناريو رغم اختلاف المدربين واختلاف اللعيبة اللعبين مش كتير اختلاف كبير ولكن المدربين تحتلال اه انت كان في فايلر نفس السيناريو دايما اه كان في فايلر كان في موسيماني ودلوقتي موجود كولر فاعتقد اكيد نفس السيناريو هو ناس كلها شايفاء وعشاء ولكن الفكرة ان انت برضو بتواجه فرقة كبيرة يعني ده الأهلي مش بيخش وبيصعد بسهولة لا الموضوع بيكون صعب وصعب جدا ولكن هو فيه إصرار عند اللايبة الروح قوي جدا جدا برضو حسن إقدارة المباريات يعني ممكن فاتت موسيماني كان عنده التاكتيكس معانب بيعرف إزاي اللعب الفرقة كبيرة ما هو ده السؤال ده تكتيك ولا ده صدفة لا 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 أكيد فيه جمع جهود للمدرب وجهاز الفن اللي شغال معاه وكمان روح اللاعبين ودي برضو مهمة يمكن الأهلي لما تعرض للخصولة القصية من سانداونز قبل كده خمسة جي بعدها خد الدورة بطولة فرقيا سنتين واربعات ناس قدت لك حتى سانداونز عمل كده ليه انت تخلطه الأهلي يعني الماري تخرج من الأم أم وتخرج أداء على أمريقيا سنتين واربعات أخذ البطولة السنة الثالثة وصل لفاينال والسنة الرابعة هو في السمي فاينال ورغم تعرض أهلي السنادي لهزيمة قصية وسبحان الله اللي حصل للسنادي يمكن بفكرنا بحاجة حصلت من 22 سنة في نسخة 2001 الأهلي كان في دور المجموعات مع عدتوا أتلتكو خسر في القاهرة أربعة اتنين أكبر هزيمة في تاريخ الأهلي على ساد القاهرة في 2001 وقتها الأهلي صعد تاني مجموعة ولاعب الترجي في السمي فاينال شوفوا في السنادي المشابه ترجي التونسي برضو وتعادل في القاهرة 0-0 وتعادل في تونس 1-1 والأهلي صعد بهدف اعتباري لو سجل هدف خارج أرضه لعب من في النهائي سانداونز لو جنوب أفريقي ساعتها تعادل 1-1 في جنوب أفريقيا وكسب 3-0 في القاهرة وسجل ساعتها خالد بيبو هاتريك فربما بعد 22 سنة السيناريو اتكرر تاني الأهلي صعد تاني مجموعته تلقى هزيمة قيلة بلعب الترجي في قبل النهائي ولو صعد النهائي لعب سانداونز ذا هو حصل كأنه كوبي بيست من 2001 بس في 2023 ما اختلف برضو المستوات واختلف اللعيبة واختلف كل الحال طيب أنت كنت بتكلم من الترجي خطر وسط عندهم قوى جدا قوى خط في الترجي حاليا اه وأنا عايز أعرف بقى دلوقتي من اللعيبة في الأهلي اللي ممكن يعني يعتمد عليهم عشان يصدوا خطر وسطنا فبنسبة كبيرا نهاردة مران عطيه حمد فاتحي متواضين في تشكيل نادي الأهلي الكلام كله على اللعب التالت هل كولر يعمل مفاجأة ويعتمد على القندوسي زي ماتش بيرامدز ويبقى لاعب زي بيقولوا كده الشوكة في ظهر دفاع الترجي واستغل المساحات فظل لو في الترجي هندفع فبتالي بعمده لعب يقدر يستغل هذه المساحات ولا هلاعب عمر الصلية اللي خلاص الحمد لله رجع من الإصابة وتماشي فيهاه بنسبة مية في المية وجهز المشاركة ولكنه بعيد عن المشاركة في الماتشات آخر آخر ماتشين تلاتة مش موجود لسبب الإصابة ولا هيعتمد على زي ما حصل في ماتشة رجاء المغربي السناني الأقرب إن مران عطيه حمد فاتحي ربما يكون التاريخ بتاعهم والسلية والقندوسي وزي يقوله كده لعبين جوكر موجودين على الدكة وسلاح أو كارت في إيد لأن مرسل كولر يستغلهم خلال اللقاء لأن ما فيش استعجال الماتش على الفكرة تسعين ديئة في تونس ولسه في تسعين ديئة في القاهرة فمش محتاج نكتن دفع أنا شايف طبعا فيه نسبة تفاول كبير عند جمهور الأهلي الأهلي عاي يخلص الموضوع من تونس طبعا كمان العقوبات اللي على الترجي وحيمانهم الجمهور وممكن كان فيه كفاح شديد من أدارة الترجي والتحاد الكرة التونسي خلال آخر 48 ساعة مع لجلة الاستناف في الكاف عشان خاطر يخلل الجمهور الموجود في هذا اللقاء ولكن تم رفض طلبهم وتم اعتماد العقوبة بمنع الجمهور أبعا متشاط منهم اتنين هينفزوا بشكل عاجل وغرامة 300 ألف دولار ما نقصوش ولا أي حاجة في العقوبة والمفاجأ على فاكرة الناس كدامة مش عارفاها أن النهار ده الترجي محلوم من جمهوره ممكن جمهور الأهلي يخش بشكل عادي الناس عندها خلطة في الحتة دي فاكرين المباراة بدون جمهور لا في فرق بين يكون الملعب معاقب وفي فرق بين النادي يكون معاقب يمكن أنما الأهل لعب الهل السوداني في مشكلة في ملعب الهلال في مشكلة فنية في الصور ومدرجات وكان ده كله فالملعب لما يكون معاقب أو ملعب غير معتمد في الكاف يقولك خلاص تلاقي فيه متشاط ولكن بدون جمهور بدون جمهور على مين ساحب الأرض ودفاري الضيف لكن ماتش النهاردة التراجي ملعب رادس ملعب معتمد من الكاف والتراجي هو اللي محروم من جمهوره فهوارد جدا جدا نشوف نهاردة جمهور أهلي متواجد بشكل طبيعي وعلى فكرة دي المعلومة دي بفوض أنها وصلة لمسؤول الأهلي إن جمهور الأهلي ممكن يتواجد النهاردة لكن جمهور التراجي التراجي محروم من جمهوره والأهلي مش هتعاقب مرش علاقة فربما النهاردة نجد ألف ولا ألفين شخص بشجع نادي الأهلي داخل مدرجات هبقى في قلب ملعب رادس فهبقى صوت المسموع هو صوت جمهور نادي الأهلي لو سمح لها بالدخول لكن أنا شبكلم على سعادة الأمن التونسي أنا بتكلم على الصعيد اللوائحي أو تقن اللائحة الأهلي غير معاقب وربما ناجد جمهور الأهلي متواجد بشكل طبيعي في ملعب رادس مع غياب جمهور نادي التراجي فأعتقد بردو نقطة قوة كبيرة جدا جدا تلعب في قلب رادس وسوط الجمهور هو الموجود سوط جمهورك إنتا مش جمهور المادة المنافس فأقل من دي عشان بس الموجز دايما كولر بيعتمد كهرباء بيرسيتاو وحسين الشحات في الهجوم ربما ريحهم شوية كماتش برمز تعتقد أنه ريحهم علشان يستفيد بيوم في موراة التراجي احتمال كبيرة النهاردة الأقرب حتى زي اللحظة أن بيرسيتاو هيلعب كهرباء هيلعب وأحمد عبدالقادر هو اللي هيكون جناح شمال في مواجهة التراجي وليس أحسين الشحات أحسين الشحات طبعا وخلي بالك اللعب اللي هيلعب منهم أساسي سواء تاو كهرباء وحسين الشحات هيخلي جنبه محمد شريفة خلي جنبه مثلا عبدالقادر أول عكس العبدالقادر أساسي وحسين الشحات بر فبالتالي يكون ورقة ربحة يقدر يدفع بيها خلال المباراة في أي وقت يقدر يدفع بيها ويغير بيها شكل الفريق لو يحتاج تغيير في الشكل الهجومي لكن إن شاء الله ربنا سهل ندي الأهلي حقا نتيجة إيجابية ليه لأ زي من الناس طمعانا هو يفوز ليه لأ ما يفوزش وره ويخلص الموضوع بدري بدري وده زي ما حصل في نسخة 2020 لما فز على الوداد المغربي ذهابا وقيابا ممكن ندي الأهلي يكرر هذا السيناريو وعلى فكرة الأهلي والتراجي في نسخة 2021 برضو المناسبة التقم في قبل النهائي الأهلي فاس في تونس 1-0 وفاس في القيرة 3-0 ووصل النهائي ولعب فريق من جنوب أفريقيا وهو كازوارد تشيفز وقتها فاس الأهلي باللقب المرة العشرة في تاريخه الموضوع قبل اللي فات يعني فيه سنة راكت ترامت كرارة بين الأهلي والتراجي ودور نسخة النهائي نتمنى 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 بالساعة تشير إلى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا هالا الحمال يا هالا شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعددين من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات استفادة مصر من الثروات المعدنية حيث شدد الرئيس السيسي على انتهاج أفضل الأساليب للإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا لتوفير التغطية الصحية في كل المحافظات جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السرية اتفاقا في جد وأكد الطرفان التزامهما الأساسي بمجاب القانون الدولي لتيسير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين مشددين على التزامهم الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه كما رحب الطرفان بالجهود التي تبذلها الدول الصديقة للسودان التي تسخر علاقاتها ومساعيها الحميدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور قال الجيش السوداني إن قواته تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الدعم السريع من قصف عشوائي وغلق للطرق وأضاف الجيش في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في شمال بحري لفتا إلى أنه تم تدمير عدد من العربات المسلحة والاستيلاء على عدد آخر بالإضافة لوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحة وأشار البيان إلى أنه تم توجيه ضربة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير لهجوم مضاد مرتقب على نطاق واسع ضد القوات الروسية وأضاف زيلانسكي أن بلاده تمتلك ما يمكنها من المضي قدما وتحقيق النجاح لافتا إلى أنه سيتم الفقت من كثير من الأرواح بسبب نقص العتاد وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة قدت المحكمة العليا في باكستان بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيا وذلك بعد نحو يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع وقالت المحكمة العليا في قرارها إن الطريقة التي نفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة باطلة وغير قانونية أعلنت منظمة الصحة العالمية إنها أحالة الطوارئ الصحية العالمية لتفشي فيروس جدر القردة وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جينيز إن المنظمة ترى الآن تقدما ثابتا في السيطرة على تفشي المرض بناء على دروس فيروس نقص المناعة البشرية والعمل عن كثب مع المجتمعات الأكثر تضررا وأضاف أدهانوم أن حالات الإصابة الجديدة بالمرض انخفضت بالنسبة 90% خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي كانت مقررة اليوم بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجعت حتى مطلع الأسبوع المقبل ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء خطوة إيجابية حيث أنه يشير إلى تحقيق تقدم بين الطرفين وأشار المصدر إلى أن اليوم لم يكن موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل فيه اهتمام كبير جدا بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني اللي احنا مهتمين به والشارع المصري مهتم جدا بالحوار الوطني ولو هنتكلم خاصة عن ملف الصناعة لأن الدولة مهتمة جدا بتطوير قطاع الصناعة في كل المجالات نتكلم بنقل وتوطين الصناعات المهمة اللي بتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري صحيح يا بسانت دايما بيقولوا على الصناعة يعني هي الحصان الرابح لأي اقتصاد ودايما الكتلة السكانية بتاعتنا في مصر مفروضا هي تساعدنا على ده احنا 100 مليون وسط الشعوب يعني اكتر شعب فيها 30 مليون لو بصنا على مثيلاتنا المانيا في اوروبا 80 مليون لو بصنا على الصين العملاق في اسيا حواليها دول صغيرة فهي اللي بنت صناعة محتاجة ايد عاملة الايد العاملة عندنا التكنولوجيا عندنا الخبرات عندنا عندنا كل حاجة طيب النهاردة احنا هنتكلم عن قطاع صناعة ايه اللي نقصنا تحديدا ايه الصناعات اللي نقدر بالفعل في مصر نتوسع فيها ايه الافكار المطروحة علشان نطور الصناعات علشان ندعم الاقتصاد علشان نعمل موازنة في قصة العملة الصعبة خلينا راح بضفنا في الستوديو دكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني مشرفنا النهاردة في السوديو صباح الخير يا مصر هندرش معه في كل هذه المحاول والتفاصيل صباح الخير يا دكتور بهاء صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا سبسانت اهلا بك يا فاندم يعني الصناعة بتدخل فيه النتج المحلي مباشرة يعني نتائجها مباشرة على المواطن المصري النهاردة حابين نعرف من حضرتك اللجنة هتتكلم عن ايه ابرز العنوين اللي هتنقشها اللجنة اشكرك طبعا على الاصلافة وبحيي كل اسرة البرنامج طبعا اللي عايزة ادي بس خلفها سريعة المرحلة احبت مر بيها وهي الحوار الوطني دي سابقة تاريخية في مصر لم يحدث بها حوار وطني على الاقل في المائة عام الأخير وفي المنطقة كلها منطقة الشرق الاوسط اللي احنا فيها لم يحدث حوار وطني بهذا الزخم وبهذه الكسافة وبهذه الاهمية الحوار الوطني انقسم لثالث محاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي المحور الاقتصادي بتكون من ثمن لجين اشرف بان انا مسؤول عن لجلة الصناعة طبعا الصناعة في مصر اولا هي صناعة تاريخية مصر قديمة في الصناعة محناش بنبتدي من السفر ومحناش محتاجين نقول من الاول يلا بقى ازاي نعمل صناعة زي مثلا بعض الدول المحيطة زي ما مصطفى بيه اشار لا مصر قديمة جدا في الصناعة لو بصينا كلنا على بيوتنا وعلى لبصينا هنلاقي حاجات كتيرة جدا جدا بنستعملها هي مصرية الصنع وانتان من كتر ما احنا عتدنا على كده يعني مش يخديم بلنا وبرا كمان بنلاقي في اكبر الشركات صنعة في مصر بالضبط يعني حرج على الحتة دي لما نجي نتكلم على تصدير بس صنعة في مصر على الاقل في الدول اللي انا زرتها وكنت فترة من فترة كنت مدير تصدير احدى الشركات الصناعية يعني زي بيقولون مقبولة كثيرا عند مستهلكين اوروبا مثلا كلها اكتر من من المنتجات المصنوعة في اسيا مقبولة جدا في كل دول افريقيا وان شاء الله هنيجي نتكلم بالتفصيل لما تيجي سيلة التصدير الصناعة المصرية بتساهم بسبعتاشر في المية من ناتج المحلي نزل متوضع جدا مفروض ان في دول تانية في الاقليم مثلا عاملة ازاي يعني المفروض احنا بنطمح للضعف اقل ما يمكن احنا بنطمح للضعف ودوت مفهوش اماني صعبة التحقيق ولا خطط رهيبة ولا قروض لمليارات هنرعين على ملفات ايه هنعمل ايه اولا زي ما قلت الحياتك احنا عندنا العديد من الصناعات المستقرة والقوية جدا في مصر واللي بتصدر لكل دول العالم واللي السوق المكفية كافة احتاجات السوق المحلي زي مثلا الصناعات الغذائية زي مثلا الصناعات الدوائية زي مثلا الصناعات الهندسية من اجهزة لمعدات لآلات الى اخرى الصناعات الهندسية دي بتصنب تشمل يعني كل حاجة في حياتنا صحيح للصناعات النسيجية فإحنا عندنا قاعدة صناعات مش قليلة وقوية جدا نحن نحتاج إلى أن نأخذ محور الصناعة بجدية وأنه هو هدف قومي طيب إيه اللي حيختلف مثلا يا دكتور يعني هل مثلا حنزود مثلا بند معين يعني السؤال اللي مطروح مثلا ونوقش مثلا في عدد كبير جدا لماذا لا تقوم مصر بصناعة سيارة وعندنا كان عندنا عربية رامسيس أيام جمال عبد الناصر وعندنا دور في الإقليم مثل المغرب التركية عندهم سيارات بينتجوها والموضوع لا يتعدى سواء شوية تنظيم لأن احنا بننتج بالفعل يعني يمكن نسبة كبيرة جدا من مكونات السيارة في مصر بالتأكيد طبعا يعني السيارات في حد ذاتها ما هيش المقياس ممكن يكون بتنتج عجلت تاني والدور بتتقصص بالصناعات على فكرة مش لازم نعمل سيارات نبقى احنا ضد المقياس لكن أنا عايز أقول لك أن يعني في الفترة الأخيرة الشركات العالمية اللي كان بتعطي حقوق تصنيع في مصر كانت مقحفة حق السوق المصري نظرا لأنه سوق كبير في وسط المنطقة يعني ما كانش مسموح مثلا للشركات اليابانية اللي بتصنع في مصر أنها تصدر تحت نفس العلامة طبعا ده كان يعني مش هايز أقول خطأ يعني لكن حاجة مش مظبوط أن هو مادام جيت وصنعت في مصر يبقى لازم على الأقل تغطي المنطقة اللي تم موجود فيها من هنا هو ده بيشتغل عليه النهاردة الدولة وبتشتغل عليه مصنع السيارات أن مصر تكون مركز للتصدير للدول المنطقة في موضوع السيارات لكن تعالي ناخد مثال تاني وهي الصناعات مثلا الأجهزة الكهربائية عايز أقولك أن أكبر شركات عالمية موجودة في مصر وبتصنع في مصر وبتصدر للمنطقة والأوروبا صنعة في مصر طبعا علشان ما أقولش إعلانات لكن التلفزيونات كلها تلفزيونات الالسي دي كل الشاشات بني سويف بني سويف والعشر والعشر صحي كل الشاشات تقريبا أن في المنطقة أكتر من خمسة وسبع مئة يعني ما فيش دول في الشرق الأوسط ولا جنوب أوروبا بتجيب شاشات من كوريا أو لبان كل بيجي من مصر عايز أقول أن مثلا حجم مساهمة الصناعات الهندسية في إجمال التصدير للمنتجات غير البترولية في مصر بيتعدى الـ 25-30% فإحنا عندنا صناعات هندسية وتحديدا صناعات الأجهزة الكربية قوية جدا ثاني حاجة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية قوية جدا وبتصدر لمعظم أنحاء العالم زي ما قلت طب إحنا محتاجين إيه عشان نزود محتاجين أن نأخذ الأمور بجدية أكثر ولا نعتمد على قوة الدفع الذاتي اللي موجودة وإن إحنا سوق في 110 مليون يعني إحنا محتاجين وضع سياسات أو آلية سياسات تحفز بالزبط زي ما حالتك قلت أشكرك على الملحظة وده هي سياسات تحفز فعلا المصنعين على العمل والتوسع ورفع الجودة وزيارة الإنتاج ونسهل لهم إحنا إيه وظيفة الدولة هنعرف منين المصنعين محتاجين إيه هل فيه النهاردة وجود لاتحاد مثلا الغرف التجارية هل فيه وجود لمشاركة من اتحاد الصناعات المصرية هل فيه تواجد ليهم في داخل اللجنة عشان يقدروا يقولوا إحنا النهاردة محتاجين 1-2-3 المصنعين محتاجين 1-2-3 تسهيلات فيه صناعات متعسرة هل ده موجود فيه تواجد ليهم جفع حلقنا من كتر الملاحظات اللي بترفع للحكومة في مورد كيفية تحفيز الصناعة المصرية تحدي الصناعات المصرية من أقوى منظمات المجتمع المدني في مصر. إن لم تكن أقوى على الإطلاق بيقوم بدور قوي جدا. علاقتنا بالحكومة قوية جدا ومستمر. أنا أيضا يعني عضو شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية. إحدى غرف تحدي الصناعات المصرية. تحدي الصناعات المصرية وغرفة بتقوم بدور قوي جدا 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 في حلقة الوصل ما بين المصنعين والحكومة. طيب إيه اللي ناقص ناقص كتير. ما زلنا محتاجين المزيد من الجدية. أنا عايز أقولي الجدية في التعامل مع الملاحة. كمثال في أراضي الصناعية ما ينفعش الحكومة تخش في موضوع إتاحة الأراضي الصناعية مضارب وبأسعار غالية جدا. أنا يعني مش محتاج بقى أحد أقول بقى جماعة لحد دول اللي حوالينا بتعمل إيه. والدول اللي دي كتيرتنا عملت إيه. ومتخشش تاخد الأرض وتاخد المشاعة إيه تاخد إيه. تكلفة استخراج الترخيص والسجليات وثم تجددها ثم مرتفعة جدا جدا جدا. مم. هم. 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 تسهيل الإجراءات يعني بنقرة كتير ونسمع كتير عن موضوع الشباك الواحد. هيا موضوع الشباك الواحد ده استهلك إلى درجة يعني أصبحت غير مقبولة. لأن الشباك الواحد يا جماعة مهواش مبنى أو تحاجز زجاجي محطوط فيه فتحة كده الشباك الواحد ده لازم يكون في دماغة الناس اللي قاعد وراء الشباك لكن اللي قاعد وراء الشباك هو لسه في دماغه الميت موظف بيديله الورقة يمديها بقى من مدام عفاف أنا أسف الأسماء طبعا لا أرسل الأسماء يعني واطلع عند الأستاذ فلان واطلع عند الحجة مين وبعدين اختمه من هنا وبعد نروحات لي بقى صورة إذن وضع استراتيجية واضحة يعني لزيادة الانتاج الصناعة نحن عايزين استراتيجية واضحة كمان من تحفيز الحكومة قدمت بعض المبادرات لتحفيز الصناعة ثم اعترض عليها صندوق الناد وأعيد تعديلها حاليا في مبادرة من الحكومة لتمويل بعض الصناعات أو تمويل الصناعة يعني عموما بفايدة أقل من فايدة البنك وبس طب يا حكومة نحن هنعمل إيه بالفلوس دي انت عايزة توصلي بإيه بالفلوس دي يعني الحكومة تحت 300 مليار جنيه على ثلاث سنين بفايدة 11% طب انت عايزة تعملي إيه بالفلوس دي يعني انت عايزة مثلا تزودي الصناعات التحويلية عايزة تزودي صناعة المكونات عايزة تعملي عربيات عايزة تفاهم مقدارات تصديق ولا حاجة تاخد الفلوس ولذلك طالبنا من خلال الاتحاد ومن خلال الغرف ومن خلال الحوار ان شاء الله ده حيكون مجال ان تكون المبادرات موجهة يعني اللي حيرفع تصديره بالنسبة كذا نتفق عليها ولكن 25% هو اللي يتاح له هذا التمويل لكن ما ينفعش واحد ياخد تمويل عشان يعمل بيه يعني هي القصة ان فيه مطالبات كتير وان لازم الحكومة تدرك ان حجم التسهيلات اللي بتقدمها للمستثمرين غير كافي وغير مغري بالنسبة لدول اخرى في الاقليم وان ما يتم تحصيله على الارض رغم ان الدولة المصرية محتاجة لكن العائد منه كمان كم سنة حيبقى اضعاف اضعاف ما ستأقذه الدولة المصرية حتاك عايز اقول الكلام يعني مثلا عبرتوا عشان ايه بعض الناس بتقولك ان احنا ما عندناش صناعة في مصر او صناعة في مصر دائفة هايزين نفتكر حاجة قريبة جدا مش حاجة قريبة جدا حاجة قريبة جدا ايام الكوفيد والحظر من الاول من الاول واوقت 19 لما كنا قاعدين كلنا في بيوتنا ما فيش حاجة في السوق او في البلد او المواطن احتاجها نقص حقيقي ما فيش كيس مكرونة نقص ما فيش دواء وفي الوقت اللي دواء الكبيرة عانت من ده بزبط ما شفناش الصور اللي كانت بتطلع لنا من على النت في مصر ما شفناش دواء نقص ما شفناش جهاز عايزيني واحنا قاعدين نقص بل بالعكس ده المنظومة الالكترونية نشطة اكتر في البيع والشر فانا عايز اقول بلاش نهضم حق الصناعة خلينا ناخد المواضيع بجدية لازم نستهدف من اي خطوة او قرار نعمله يكون فيه هدف مقابل دايما زي ما بيقولوا الـ انا حديلك التسليلات علشان تعمل ايه دي من اهم الحاجات اللي لابد ان احنا يعني الدولة تاخدها منهج ليها وانا بؤكد ان فيه كتير مصر مقدرش عامل طبعا فيه اي مجال فيه ناس كويسة ونس وحشة لكن الغلبية العظمة من المصريين قلبهم عالبلد نكحين على اغلال فيه مجالي في مجال الصناعة وقدت مثال تاريخي وفيه عمثلة تانية برضو قريبة زي ما قال ايام صورة يناير مفيش حاجة نقصة برضو في البلد برغم من كل الوضع اللي كان صعب دا وتساعتها مفيش حاجة نقصة محدش احتاج ازازة مية صحيح صحيح محدش احتاج ازازة مية مالهاش خلق حاليا احنا محتاجين يعني نشوف ايه المحاور بالفعل اللي حضرتك بمسافتك مقرر لكن الصناعة حتقدمها للحكومة المصرية بالتأكيد فيه مطالبات بتيسير بعض الاجراءات بعفاء او منح تعطيها الحكومة المصرية بالتأكيد هناك مطالبات لكن حتى يعني نوضح ايضا ما هي الاستراتيجية كاملة ما هي ملامحها حتى يكون هناك صناعة مصرية قوية تقدر تنافس تقدر تزود قصة العملة الصعبة تقدر تحل اكتر من مشكلة خليني نتنقش فيها ولكن خليني نخرج لفاصل قصير ونعود بعدها لاستكمال فقرية ما هبقى صراحة الكريم حاليا بحضراتكم من جديد ولسم كابلين كلام عن يمكن الشغل الشارع المصري النهاردة الحوار الوطني وبالذات بنتكلم عن المحور الاقتصادي وبدخله اكيد لجنة الصناعة ومعنا النهاردة بنوارنا في الستوديو ودكتور بهاق ديمتري مقرر لجنة الصناعة اهلا بك مرة تانية فندم نهار بحضراتكم احنا كنا بنتكلم مع حضرتك قبل كده عن يمكن محتاجين ايه في الصناعة محتاجين ايه وتواجد لجنة التجارة حال النهاردة المصنعين احنا قدرين نعرف هم ايه اللي محتاجينه الاهداف والافكار هل واضحة منهم هل مراجعة السياسات الصناعية النهاردة بنتكلم الموجودة داخل الحوار هتساهم في حل المشكلات وانا بس عايزة اواضح لحضرتك ان مهم جدا علشان نقدر نحل اي تحديات موجودة ونواجهها نعترف بوجود هذه التحديات اصلا قد يكون القوى المؤسلة واللي بنطلبها باتخاذ اجراءات قد لا ترى اساسا مشكلة في اللي احنا قدرين نتكلم فيه دوت ودي قضية تانية وكبيرة ويعني هتاخد للحلقة تانية لوحدها لكن خلينا اقول ايه تاني ممكن تحديات بتواجه الصناعة احنا نتكلمنا عن الاجراءات وتسهيل الاجراءات نتكلم على تحت التمويل لما بنتكلم في خلال الستة شهر الاخيرة من دعوة الحوار لذات نهاردة فيه سنة لكن الستة شهر الاخيرة لما بنتكلم على التسهيلات والاجراءات والتمويل والتعليم الفني والتصدير كل الكلام دوت المصنعين مش قادرين يشوفوه دلوقتي ويسمعوه كويس انه بتأتي على قمة التحديات والمشاكل العنيفة اللي بتواجه الصناعة هو مشكلة عدم فتح اعتمادات مستندية للمواد الخام ومكونات الانتاج من البنوك دي مشكلة رهيبة جدا بتعتصر الصناعة واولوية رهيبة لابد ان يتم اتاحة وطبعا مش هايزين نعيد تاني بقى ما هي مكونات الانتاج احنا كلامنا الكلام دوت كلام دوت كلام مواد الخام وللتلم بالزبط يا ايو يعني عشر تلاف مرة لكن اتاحة يعني اتاحة العملة الاستيراد المواد الخام ومكونات الانتاج والافراج عن البضايع اللي على صفة المواني لابد ان يأتي في اولوية اولى حتى لو انا مهتم بالاكل والدوى قبل دوت ما لازم المواطن يبقى معاه فلوس بيشتغل وبيقبط عشان يشتري اكل ودوى ولا حنوزع عليه بلاش ولا نعمل ليه بالزبط فاذا لابد ان تأتي الصناعة ومكونات الصناعة في قمة هذه الامور طبعا مش محتاج استفيد لان في زملاء وبرامج كتيرة استفادت في هذا الامر كتير جدا ان هذه المشكلة قوية جدا 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 عدم توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومكونات الانتاج مشكلة تعتصر الصناعة في مصر حاجة قوية جدا فلابد من مواجهتها في الفترة الاخيرة نأتي بعد ذلك كلمنا عن تسهيل الإجراءات كلمنا محتاجين نتكلم على اتاحة الأراضي الصناعية اتاحة الأراضي الصناعية بأسعار رمزية مقابل الانتاج في قليل ثلاث سنين حرج بس قل يعني قلت العمصر ده واكدنا عليه اتاحة التمويل التصدير الاهتمام بالصناعات التصديرية والاهتمام بالصدرات قاعد لحد أتخيل يا جماعة ان احنا من 1-7-22 حتى الآن ما عندناش منظومة رد أعباء الصادرات الجديدة تم إلغاء المنظومة القديمة في 30-6 وحتى الآن لم تصدر المنظومة الجديدة دولة رئيس الوزراء أعلن عن تسهيلات جديدة وعن في قريب أظن كان في العاشر من رمضان وأعلن عن ان حيتم إجراء منظومة رد الأعباء الصادرات قريبا هذه أساسا احنا من 1-7 المصنعين كلهم أو المصدرين من 1-7 حتى الآن احنا منعرفش العباء الصادرات النسبة اللي حتترد كام هل ده ينفع هل ده جو يتيح اتناشت في المؤتمر الاقتصادي اللي تم عقده من عدد من الشهور أعتقد أنه برضو كان فيه حوار وكان حضره السيد الرئيسي الجمهورية تمام كان الحقيقة يعني خلينا نتفع من حيث المبدأ أن كل لقاءات الحوار بين كافة أطراف التحديات التي بتوضيها مصر هو شيء جيد ومطلوب ومستحب لكن هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لكن احنا كمان يا فندم عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا هو المشروعات يمكن الصغيرة والمتوسطة اللي ليها دول مهم جدا في دعم وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل وزيادة الانتاج عشان كده ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيعتبر من أولويات الحوار الوطني ويمكن هيكلمنا عنها هذا الوقت عبر الهاتف معنا المهندس علاء السقتي رئيس التحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة صباح الخير على حضرتك أهلا مجدك صباح النور أهلا وسهلا أهلا براك أهلا براك مهندس علاء وربما الصناعات الصغيرة المتوسطة بتستحوذ بشكل كبير جدا على تمام الحكومة المصرية لها عدد كبير من التسهيلات أنشأت لها عدد كبير من الأجهزة التنفيذية لتمويلها ولدعمها شفنا في وزارة التضامن في نوع من الأشكال شفنا لوزارة الاستثمار نوع من الأشكال شفنا في أكتر من وزارة برامج كتيرة للتمويل وخلافه تفتكر ممكن نطور ده ازاي في الحوار الوطني السلامة الخير أولا وصلاة الخير أستاذنا ضيفنا ضيف عدرتك الكريم اللي هو استفاد وقال تقريبا طبعا مواجع الصناعة بصفة عامة بس زي ما حدت في البداية في الطالب قلت أن وزارة كذا شغالة والهيئة وإكس وواي هي دي المشكلة اللي موجودة لما أطراف كتيرة بتشتغل فكل واحد يبقى لي استراتيجية وهو لها دي طريقة شغل طالما ما فيش استراتيجية موحدة ووضحة المعالم الكل بتحرك باتجاه بيحصل أزمة مش لازم حضرتك لما تكون رايحة مسافرة اسكندرية وليكن تاخد نفس الطريق اللي أنا أخذه إنت هاي تسراتيجية كنتين أنا أعيد رايحة اسكندرية بس كل واحدنا ممكن نره من طريق إنما لما نتفق يبقى كلها ننشي طريق واحد فإحنا وجهة نظرنا دائما عدم موجود استراتيجية موحدة ملزمة للجميع ويمكن ده سبب وجود الحوار الوطني يا فندم إنه يبقى فيه مخرجات منه منها إنه تقولوا محتاجين إيه وشايفين إيه وإنتو رجال الصناعة فإنتو أكتر ناس هتعرفوا تقولوا إحنا والله نقصنا كذا والحكومة بدورها ستصغي لهذا الحوار اللي إحنا بنتكلم فيه بقى هنا هل النهار ده شايفين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن أولويات الحوار الوطني المحور الاقتصادي بالتحديد أكيد طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة على مستوى العالم هي اللي بتمثل النسبة العظمى في إجمالي المشروعات الموجودة في البلد وهي دي هي بواء بس عشان نرجع بس خطوارة كده يعني هي مشروعات صغيرة والمتوسطة هي الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة ده جزء طبعا الفيدينج اندوستري كصناع مغذية وجزء اند بوتك ممكن يبعو منتج نهائي بس الكنسبت بتاع مشروع الصغير ومتوسط مشروع سريح وبسيط وسهل تعلومه مثليا طبعا يعني في مشاريع لو أنا داخل مثلا في مشروع رمب السيركون مشروع ممكن ياخد خمس سنين طب يداخل في مشروع حديث وصغير إنما المشروع الصغير معروف إنه هو في خلال سنة ثلاثين بيبدأ ينتج محتاج فلوس مش كتير فإذا هو ده الحكمة من وجوده هو سميه كده عشان كده صحيح صحيح طيب النهاردة هل إحنا عندنا توجه واضح إحنا عايزين نخش في إيه هل عايزين نخش الصناعات المغذية زي ما حارفت السبطات ده التجاه طيب الصناعات المغذية التعزيين هل نحن نجي لأجهزة المنزلية مثلا هو بالتأكيد هو بالتأكيد الدولة المصرية لما عملت الحوارة محتاجة تسمع طيب إحنا لو الحوار الوطني يا فندم يعني بينتج عنه مدخلات ومخرجات المدخلات هي اقترحات حضرتك والمخرجات هي تنفيذ من الحكومة وتشريعات في البرلمان حضرتك تطالب بإيه حتى يكون هناك تنفيذ من الحكومة أو يعني إجراءات تنفيذية من الحكومة وتشريعات صادرة من البرلمان فيما يتعلق بملف الصناعات الصغيرة المتوسطة موجود جهة واحدة تملك الصلاحيات الكاملة لإدارة هذا الملف ما ينفعش النهاردة إنه فيه أكتر من جهة وكل جهة عندها جزء من الصلاحيات فالنتيجة إنه ما بيحصلش طرفه يعني زي ما حاجز نقطة مهمة دي واحد عندنا أتاء اتنين إيه تاني وجود استراتيجية واضحة أنت عايز إيه عايز تعمل تصنيع منتجات منتج نهائي زي اللي تكلمنا فيها عبل كده أكتر من مرة لحاجات الخفيفة اللي من استورتها واللي عايز تخش في صناعة سيارات مثلا وتبدأ تعمل مدخلات لها واللي عايز تخش في صناعة كذا يبقى فيه رؤية مستمرة نمرى ثلاثة وجود قواعد طويلة للأمد يعني لما تيجي تحط قواعد لأي موضوع ما تحطش قاعدة النهاردة وتيجي تغيرها وكرا وتيجي تغيرها بعده طبعا أنا مش هتكلم بقى على قضية توفر الدولار لأن خلاص طيب أنا عايز أتكلم معيك عن يمكن الحكومة وفرت للمشروعات الصغيرة تمويل انتوا شايفين ده ازاي هل ده كان كفاية؟ عايزين تاني ايه؟ عايز أعرف أهم حضرتك بالي التمويل المعلومة يعني حاكي النهاردة أنا عايز أعمل المشروع الصغير واجه أقول لك خدي بالك مثلا شماعة أنا بديجي مثال طبعا يعني مصر بيستورد مليون شماعة في السنة والشماعات دي بيشتريها فلان وتكلفتها كذا وبتتعامل بالطريقة دي وممكن تتعامل ديها في السنة اديتك ملف كامل تقدر تشتغل معلومة قبل ما اديك الفلوس في ظل عدم موجود معلومة انت ما تعرفش احنا بنستورد ايه ومنين وكامل وازاي يتعامل احنا بنتكلم بقى عشان الدولة توفر تمويل كانت محتاجة معلومات عشان هي هتدي الفلوس دي على اساس ايه التسليلات والتمويلات التي كنت بتديها الدولة كان بناء عن المعلومات و трени هي التوجه اللي هعمله حوافز لو جيت قلت النهاردة في توجه في صناعة مغزية لانتاج شيء معين انا عاية الدولة بعد عشر سنين تبقى متفردة فيه هبدأ ادينه حوافز بقى دي قصة تانية انما باحدد الاتجاه وابدأ اشتغل على هذا الاتجاه اقول له والله انت لو جيت اشتغلت في الحتة دي انا هعمل لك حوافز ضربية هعمل لك حوافز ايا كانت اي هي قاني هساعد لك الاجراءات هعمل اي حاجة اللي عايز يشتغل في حاجة تانية خلاص يشتغل طبعا انما الحتة دي انا كدولة مهتمية بالموضوع ده مهتمية بمثلا خلايا الشمسية والله قررت ان اخش في الطاقة النظيفة بعمق طب ده محتاج ايه لا ده محتاج صناعات صدر صدر وضع صدر كم كذا كذا يبقى هدف ده عامل اتجاه ده فاذا النهاردة وجود توجيه من اللي يملك المعلومة والذي يملك الاستراتيجية انت عايز ايه كمان عشر سنين ده بالظبط ما فيما المغرب عاملت المغرب النهاردة انتجت اكثر من مليون عربية وبدأت تفكر انها تعمل براند لها صحيح هل الكلام باجه في يوم وليلة لا صحيح تجيه شغل عشر سنين لحد ما بقى عندهم فعلا صناعات مغزير الزائرات صحيح طيب مش مهانس علاق مش مهانس علاق خليت معنا يعني الدكتور بهاء ديمتري مقارن للصناعة في الحوار الوطني ربما ايضا يكون عنده اوستاذ ده اولا قبل ربما يكون عنده ايضا يعني تعليق على هذا الامر فيما تعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والمهانس علاق معنا مازال على الهاتف يا دكتور بهاء ما هي اهم الازمات التي تواجه الصناعات المغزية لملف الصناعة الوطنية الصناعات الصغيرة والمتوسطة صناعات مهمة جدا محتاجين ايه حضراتكو كقرارات تطلع من الحكومة لدعم هذه الصناعات الصغيرة وتشريعات تطلع من البرلمان لدعمها ايضا من اجل تطول الصناعة في كلها طبعا الاجراءات اللي تأديها الحكومة يأتي على قمتها في الوقت الحالي هو توفير العملة الصعبة للاستراد مشروعات الصغيرة والمتوسطة احتياجاتهم قليلة ما ينفعش احطهم في الطبور مع الشركات الكبيرة فلابد من انشاء تكتلات او مجموعات روابط اتحادات زي الاتحاد اللي بديه اشرف ان مهانس على ماسكو متوفر ليهم اتاحة المواد الخام والمكونات يا استاذ مصطفى بداية اي حاجة ان يكون عندي المادة الخام بتاعتها تأتي نمرة اتنين زي ما قال مهانس على ودي موضوع مهم جدا ومش في الصناعة بس توحيد ولا في الصغيرة والمتوسطة بس توافر المعلومات تي حاجة اسمها قانون تدول المعلومات احنا منتظرين صدوره بقاله عشر تنشر سنة احنا انا يعني انا بعمل في احدى الشركات الصناعية الكبيرة قوي في مصر لما بعوز رقم عن مسلا حجم صدرات مصر في المنتج الفلاني دوت من الدولة الفلانية معلاش اوصلهم معلاش اوصلهم برغم الكل علاقات برغم الكل اصدقاء ده وحيد لجهات المتحدثة باسم المشاوعة الصناعية المتوسطة هو ده اللي كنا بنتكلم ده مطلب مهمة بره كنا بنتكلم فيه فلانك الاولاني ان الشباك الواحد ده هو يعني عنوان لكن عمليا مش حاصل يعني اللي انا افهم بقى انا كموقات عادي بسيط وعايز اعمل مشروع صغير متوسط كبير اي حاجة شباك الواحد ده انا هروح اقدم له الطلب مستنداتي سجل تجالي وكنا واعد عليه كمان ازبوء اخذ الرخصة ده اللي انا فهم ده ببعض الدول مش حاصل بقى في بعض الدول الفاكرة بيحصل في نفس اليوم طب بعدها باربعة وعشرين ساعة وعايز اقول ان في بعض الدول الافريقية كمان ساعتين ده بقى انت تاخد تروح الدفاع المدني تروح القصار وتروح جهاز المدينة وتروح المحاول معقولة حتى هذه اللحظة لم نمر من هذا يعني بفكر تصريحاتكت مباشرة جدا بطورة صحر نقصر وزير اللي ساسمار من كام سنة يعني معقولة حتى هذه اللحظة الملف ده لم يتم الحلحلة فيه انا هستشهد بحاجة واحدة بس كلمة فخامة سيد الرئيس في الجلسة الختمية لاحتفال تفتكر يا علاء بيه الاحتفال بمرور 200 سنة على الاستحاد الصناعات لما خاتب الموظفين وقال لهم لو سمحتوا يا جماعة اشتغلوا معنا شوية حتفكر جملة دي ايو ايو الساد رئيس نفس ثم تقدم دولة رئيس الوزراء وقال يا جماعة اللي عنده مشكلة يجي لي انا شخصيا طبو ده الحل يا جماعة يعني يعني انا مثلا اقدر اوصل المهانس علاء يمكن يوصل للمهانس مصطفى مدبولي طب المواطن العادي اللي بيعمل زي ما قال صحيح زي ما قال مانس علاء ده يروح لرئيس الوزر عشان يخلصت ورعه ينفعش دكتور بهاء اتكلمنا عن تحدياتنا فرصنا فين في كل يعني نفق في حاجة منوارة في الآخر فالنهاردة انا هقدر اشوف التحديات دي حلولها ازاي فرصنا فين ازاي النهاردة احل حركة كلمتا عن يمكن عزمة العملة الصعبة ازاي اجزب مستثمر اجنبي يجي يستثمر عندي بالتأكيد بالتأكيد مصر فرصتها عالية جدا احنا في الصناعة ما بنبتديش من السفر احنا عندنا مؤسسات صناعية بقالها اكتر من 50 سنة بتنتج في مصر جميع الشركات العالمية جاية مصر انا مش عايز اقول اسماء علشان سواء الكات موجودة واللي بالوقت بتجهز بتجهز وجاية اكبر شركة المانية في الاجهزة الكهربائية بتبني دلوقتي مصنحة في مصر على حاجة بتاعة 900 الف متر صحيح صحيح اعود مرة اخرى المهندس علاء السقة رئيس التحاد مستثمر المشروعات الصغيرة متوسطة مش مهندس علاء اكيد حراك سمعتنا وسمعت التوصيات او الطلبات اللي قالها الدكتور بهاء في صريحكم انتم كممثلين للمشروعات الصغيرة المتوسطة تعقيبك وطلباتك تحديدا من حوار الوطن في نقاط محدد ارجوك عشان بس لا نسف في نقطة ولا وما تاخدش النقطة دي يعني حق النقاط الاخرى تفضل طبعا الدكتور بهاء قاله ده احنا مقررين مية في مية كطلبات وكده بس حق في الاخر قلت ايه فرص مصر في الاستمار او ماء يعني طبعا عشان ما يبقاش الكلام كله ماشي في سكة اه ان احنا في مشاكل طبعا في مشاكل نفقاش الكلام ونوضعش انك الله انما واقع الامر انت عندك بلد فيها طلب فوق المية مليون بلد مفروض ان منطقيا انها النافذة بتاعة افريقيا اه بلد الطاقة فيها ما زالت ان ارخص دول العالم العمالة في عمالة قد تكون محتاجة تدريب وتفاعل يعني اذا انت عندها مقاومات حقيقة الامر اه ويمكن استغلالها بصورة احنا عشان بنحب البلد سواء طبعا انا او دكتور ديمتري او بس هي الفكرة كلها احنا بنقول احنا عايزين البلد دي يعني تطير بقى مش مجرد ان احنا اه نجري لا احنا دي فعلا مصير فكل كلامنا بنصب في الحسة دي ان ايه اللي ممكن يتاعمل عشان نوصل لهذا الكلام فكل اللي تقال اجساء الاجراءات او الاراضي او المعلومة الكلام ده كله الشباك الواحد اللي كان مصرومه ان كله قاعد في حتة واحدة بقى استجراءات تخلص في ساعتها انا كنت عضو مجزرة العامة السمار ايام الدكتور صحر وعملنا هذا الكلام وكان دي امل ان يبقى فعلا فيه في خلال ساعة ساعتين اه تخلص بس المرضو نظرا لعدم وجود كيان واحد يملك كافة الصناحيات اه في ايده هو اللي يقدر لما حكتبون عايز حتة ارض هتروح الحتة الفلانية وانت قاعد هتطنق اللي انت عايزها الارض اللي انت عايزها الكهرباء اللي انت هتتقل حجمها او كميتها الغاز اللي 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 فخلاص كل الكلام ده طبعا برضو وجود الرخصة الذهبية ممكن يساعد في هذه الفترة على انجاز وسرعة انهاء الاجراءات يعني رخصة بتجوب بكل الرخص واضح واضح يعني يمكن دي كمان من النقاط اللي نادى بيها دكتور بها ديمتري شكرا لك المهندس علاء السقتي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل شكرا لك نرجع مرة تانية لحضرتك يا دكتور خليني ارجع تانية لفكرة التحديات والفرص اجذب ازاي المستثمرين واحنا عندنا فرص كتيرة زي ما كان مستاذ علاء بيتكلم احنا عندنا ادي عاملة مش هنستورد من بره مش هنجيب من بره وليها فلوس كتير دي بتتدفع عليها عندنا الفكرة عندنا عندنا حاجات كتير تخلي عندنا فرص اكيد مصر غنية جدا جدا بالفرص وان يتع وان يضعف نصيب الصناعة من الدخل من اجمال الدخل القومي هذا ليس يعني حلم بعيد المنهاج وشعار او هدف 100 مليار دولار تصدير مش صعب ومش مستحيل احنا اريد بنعمل 35 او 40 دلوقتي يعني يعني مش بني بتدي مش يلا جماعة نبتدي نصدر لأ زي ما قال المهن صلاة وزي ما قال ما فيش المشاكل كلها والتحديات احب اقول التحديات اللي بتواجهنا واحدة احنا اتكلمنا عنها طبعا ده ده في الوقت الحالي طبعا الموضوع صعب انا متقدر موقف الحكومة في توفير العملة الصعبة دلوقتي لكن لابد ان ننظر الى هذا الموضوع بامور جدي لانه ده بداية اي تفتير عشان اجزب مستثمر واظن احنا كلنا متابعين حالة اه 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 المشاريع المتاحة للاستثمار الخارجي وما تعانيه من في جلسات النقاش صحيح الحاجة التانية طبعا اتكلمنا فيها الاجراءات الحاجة التالتة التسهيل الحصول على التمويل الحاجة الرابعة ومهمة جدا جدا من اهم المدخلات الصناعة هي العمالة زي ما حضرتك ذكرت العمالة المهرة المتخصصة مش عمالة مش بكترتها يعني مش عايز اقول يعني غير مؤهلة يعني غير مؤهلة ولا ادبيا ولا ثقافيا ولا علميا ولا حاجة خالص محتاجين ان احنا نراكز على هذا الموضوع في مبادرات كثيرة جدا من القطاع الخاص صحيح مع الجهات المنحة لا لا وفي مدارس يعني اللي هي المبادرات اللي قامت بالحكومة جامعة الدلتا تكنولوجيا جامعة بنسويس انا عايز انزل كمان عن كده هو مدارس الصناعية في مدارس في حوالي 100 مدارسة صناعية دلوقتي تم تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص وبتعاون مع الجهات المنحة زي المعونة الامريكية المعونة الالمانية والحقيقة دوت مشروع بيعمل شكل رائع جدا صحيح جدا جدا ونوعية الخريج اللي خارج من هذه المدارس الصناعية هو ده بالزبط اللي محتاجة اللي انتم محتاجين المتفصل على حسب رغبة الصناعة صحيح يعني هنا الموضوع زي ما ممكن يبقى مثال على فكرة يا جماعة عشان ننهي الحديث صحيح كمثال لكيفية معالجة مشكلة صحيح أنا جبت بتوع الصناعة اللي هو بيحصلش خالص في أي قرار صحيح وقعدوا مع بتوع التعليم انت عايز ايه في الراجل بتاعك صحيح كذا كذا حلوة قوي النقطة صحيح حلوة قوي على اي حال احنا عندنا مجموعة من التحد يعني المطالب اللي قالها ضيفنا الدكتور بهاق ديمتري وهو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني اعتقد دي من اهم اللجان اللي حيكون عليها التركيز والفوكس من كل وسائل اعلان فترة الجاي بيعتبرها الحصان الرابح لأي استثمار مطالبات اولا بان يكون هناك يعني شكل جدي من اشكال تعاون الحكومة مع الصناعة المصرية فيما تعلق باستناد المواد الخام نقطة مهمة جدا ان احنا ما بنفتحش الاعتمادات المستندية عشان قصة العمل الصامح عندنا قصة ايضا بتوفير الارض والبتاع باسعار رمزية زي على غرار عدد كبير من الدول اللي جنبنا تسهيلات في التمويل زي عدد كبير من الدول اللي جنبنا اعتقد مطالبات واشروعة بشكل عام هنستمع لها بتفصيل في الحوار الوطني شكرا لك دكتور كل شكرا لك كده مشاهدين تكون خلصت حلقتنا النهاردة نشوف حضرتكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد نصبح عليكم صباح الخير صباح الخير مصر